بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة ولكن الخل الوفي ليس من مستحيلات النادي الأهل إبراهيم أهلا بك يا شمانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم السبعمية واحد وستين يبدأها الخل الوفي بحديث عن الخل الوفي خير يعني المقولة اللي بتقول المستحيلات الثلاثة الغلوة العنقاء والخل الوفي وكأنها في إشارة يعني الاتنين الأولينين ما فيش حاجة اسمها غلوة العنقاء وحطوا معهم الخل الوفي من المستحيلات الخل الوفي هو الحبيب الوفي الحميم الوفي الصديق الوفي الأخ الوفي وكانت تقال في مبالغة على أنه قد ندر الإخلاص والوفاء في هذا الزمن ولكن مع النادي الأهلي كان دائما وأبدا الخل الوفي ده هو ضلع من أضلاع حدوثة النادي الأهلي والخل الوفي هنا كل المتمين إلى النادي الأهلي الذين كانوا لا يرون إلا مصلحة النادي الأهلي ويدعموه فيحقق ما يحققه من إنجازات رائدة ورائعة ولكن دي تفاصيل حنكملها مع سياق الحلقة حنكملها في هذه الحلقة التي تلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله على الحلوة والمرة بأمرت إيه الغربال سوارش مرحلة التحديات وبعظمة لسانه سموحة درس أم عقوبة وفي الشموع الحمراء دولة حسين رجدي باشا وأسرار الملك سنوات الوفاء والعطاء وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن عايزين نستهلها بالخبر المهم بإعلان النادي الأهلي رسميا اليوم التعاقد مع البرتغال ريكاردو سوارش مديرا فنيا للفريق الأول لقرة القدم في النادي لمدة سنتين بالإضافة للشهرين اللي باقيين من هذا الموسم وتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد استقبال الكابتن محمود الخطيب له زي ما حضراتكم شايفين وحضر مستر ريكاردو سوارش للنادي أم بجولة في النادي وقاد المرانة باشواندس سريعا بعد أول اجتماع وبعد الإعلان الرسمي قاد المرانة سريعا هو الحقيقة مفيش وقت يضيع يعني هو جاي على الدنيا مضغوطة والماتشات وراء بعضها والتحديات وراء بعضها وإحنا قلنا إن الشهر ده حيكون حاسم في كل البطولات اللي باخدها النادي الآن فإنه ينزل الملعب على طول هو طبعا مؤكد متابع خلال الفطر اللي فاتت وطبعا تفرج ضروري على الماتش بتاع مبارح واستطاع أن يكون فكرة كيف سوف يبدأ يعني وفلسفته إيه لكن أنا أريد أن أعلق أستاذ إبراهيم على نقطة الحقيقة بس أنا لقيت الإجابة يعني يعني هو شمعنا مدرسة حنسميها المدرسة البرتغالية يعني يعني هل من جوسيف فتح الطريق أمام المدربين لبرتغالي صحيح ده الفتح الأول ده جزء الثقة في المدربين لبرتغالي أصبحت تقريبا هو التوجه الأسرع والأسهل والأول والأولوية وكل حاجة صحيح فتكتشف أن أنت بتستند إلى الفتح الأول إلى البرتغال طيب هل البرتغال هي أقوى فرقة في الكرة في العالم؟ لا طبعا لكن إيه اللي بيخليك تروح لها؟ الأنسب مش الأنسب هي اللي أنت تقدر تعرق تقول أن مشاكلها قريبا من مشاكلك ودي حاجة هتودهش له أنا لما جيت أتسلم إدارة التسويق فقلت أنا لازم أستلهم من تجارب الأندية أن أنا أروح أشوف الأندية اللي في العالم مشي أزاي عشان نأخذ النموذج اللي نقدر يعني نمشي على هداه يعني فمن ضمن الأندية اللي رحت زورتها نادي بنفيكا في البرتغال وقلت أن بنفيكا ده يكسب بطولة أوروبا من يعني مستوى كروي فوق المتوسط ما كانش يعني كريع المدريد في أسبانيا مكتسح الدنيا فروح بنفيكا يلقينه درس ويأخذ منه بطولة أوروبا وبعدين تكتشف أن عندهم لعيبة أفزاز الله ده 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 دي تجربة لازم نروح لشوفها فشفت شوات حاجات طبعا بيعملوا إيه والجي فاويز والهدايا وبتتبعي إزاي واكتشفت أن المسائل عندهم أبسط مما كنت أتوقع أتوقعت أن أنا أشوف ألاقي حاجة علمية سوفستكدت ومعقدة لكن ابتدت أقول لهم عندنا في مصر المشكلة واحدة أنا إحنا على فكرة بنعاني من نفس المشاكل يعني كانت ويروا أنه هما مش دولة متقدمة كراوية زي أوروبا يعني دي نظرتهم لنفسهم ولكنها مليئة بالمواهب نفس مشكلتنا عندنا مواهب ولكن ما بناخدش منها أفضل شيء لأن إحنا مش عارفين فربما هذا القرن في الظروف بيخلينا ولذلك تجد لعبتنا بتنجح عندهم يعني في نجاحات يعني عبدالسطار صابري مثلا لما راح كان حدوتا بالنسبة لهم بس راحت لعبة كتيرة ورجعت برضو اللي فشل هناك فشل هنا سيبك من لعبة اللي ما عنداش تعداد تحتارب دي لكن كوكا وهو راح عنده كم سنة وما هواش يعني أقوى في الرد في مصر بدليل أنه هو لحد النهاردة مش حاجز ما كانوا في المنتخب ولكنه أنجح نموذج احترافي راحل برطغال مكمل فتركيا والبرتغال قريبين بس أنت مجربتش أنك تاخد مدرب تركيا حتى الآن لكن المدربين ببرتغال جم بعضهم حقا نجاحات فييرا بمحزة مالك ومانو الجسي معانا والنموذج اللي دايما كان الناس شايفاه يحقق نجاحه لكن لم يستفد منه فينجادة مثلا الراجل ده هنتكلم عليه بالتفصيل ويمكن كمان مش عايزين نخوض في تفاصيل كتير لأن بكرة فيه مؤتمر مهم وحيقول لك أنت حظ يعامل التغطية أنا هتزيع بكرة لتساعة واحدة ونصف جماعة على الهوى المؤتمر الصحف الأول لريكاردو سواريش في تقديمه للرأي العام والإعلام بكرة من النادي إن شاء الله طيب الجهاز الجديد سريعا بدأ التدريبات لكن كمان الخبر المهم يا جماعة الخبر الأهلاوي التقدير لمشيل ينكون مدرب حراس المرمى الراجل ده جي مع الجهاز الفني بتاع رينيف فيلر السويسري مش رينيف فيلر ومعاونيه مشيل ينكون قرر البقاء حب الأهلي على كفاءة عادية جدا مسؤول النادي شايفين أنه هو أولا حد مخلص جدا وحد عنده درجة من الرغبة في البقاء فضل موجود مع الجهاز الفني لمستر بيتسو موسيماني والآن باشموندس لأنه ريكاردو سواريش جي معه مدرب حراس مرمى تكرر الإبقاء على ميشيل ينكون لقطاع النشين بص ميشيل ينكون مش بس أنت بتبقي عليه لحبه للنادي الآلي وتقديره للنادي الآلي وعشقه لمصر هو أسرته دي نقطة مهمة لأنها بتفرز إخلاص في العمل ولكن لكفاءته يعني حقيقة أنه دور في أن حراس المرمى في النادي الآلي يعني ودائما القريبين من الأمور يقول لك الأهلي مش محتاجي يجيب حرس مرمى من بره فتصور ربا ضارة النفعة يعني أحيانا قدر يقودك إلى القرار بالأسلب أن يستفاد من هذه الخبرة بشكل جلوبل بشكل أكثر شمولية يطور لك أنه يبقى مسؤول عن عمل مجموعة من المدربين بخبرات مشيل يانكون وهو في خطاع الناشئين فيطلع لك اللعيبة متأسسة بقى حراس متأسسين فعندك مدرب أجنبي للقطاع ومدرب حراس مرمى أجنبي أنت ماشي كده بتاخد بالأسباب أنك تنض فربا يعني يعني قرار أنت بتاخده يصادف أنه هو قرار السليم الروعة في هذا الرجل أنه مكبرش يعني إزاي بعد ما كنت أنا مع الفريق الأول وطبع الفريق الأول المزايا مش بس إن المزايا مالية هو نازل بنفس امتيازاته ومخصصاته كل حاجة يعني لكن احتراما له لكن ما تنساش إنك أنت اللي بتروح كسل عالم مثلا أو سفر أفريقيا وتلعب هو بيروح يحتك ويشوف ويستفيد ويضاف إلى خبرات لقوا يضاف إلى السي في بتاعه النفواز مع النادي القلم كذا وكذا وكذا ولكنه عنده مسؤولية أخطر وأهم وأعمق أنه يعمل لنا حراس مرمى على حق كل التقدير ليه طبعا تماني كابتن خطيب وجه الشكر للأستاذ أو الدكتور عمرو محب اللي كان قاين بأعمال الترجمة مع مستر بيتش موسماني بعد ريني فايلر وتقرر عودة عمرو محب اللي عمله في إدارة العلاقات الدولية عشان يستفاد من أيضا كفاته وعمله في هذا الجانب المفيد والمهم للنادي وجه الكابتن خطيب الشكر لكابتن محمد شرف المدرب اللي قام بمساعدة الكابتن سامي أمصان الفترة اللي فاتت وعاد شرف لقطاع الناشئين تاني هو وعمر رجدي محلل الأداء اللي قاموا بمهام كبيرة في خلال فترة تولي سامي أمصان مهمة العمل المؤقتة الأخبار الأهلوية المهمة النهاردة الاتحاد الأفريقي بيعلن عن ترشيحات الجواز للأفضل في هذا العام في الموسم القرى الانتهى باشواندس ففي حضور لافت جدا لنجوم وأبناء الأهلي في الاختيارات الاختيارات المرشحة أولا ده الجائزة للأفضل داخل القرى حيقام الحفل في المغرب الأهلي من عنده محمد الشناوي ومحمد شريف بالإضافة للثلاث المحترف أليو ديانجو علي معلول وبرستاو خمسة من الأهلي هقول لكم القائمة شهدت تواجد عشرين لاعب من مختلف الأندية الأفريقية يمكن دول الأفضل النادي الأكثر تمثيلا في قائمة العشرين هو النادي الأهلي رغم أنه ما تكسبش البطولة لكن هو برضو وده كل يوم التاني بترسخ وبيؤكد أن ما حدث النادي الأهلي لم يكن معبرا عن منطق الأمور الفنية وأنها كانت يعني عملية يعني أضعفت من حظوظه ما كانتش عادلة وتصريحات رئيس الاتحاد الإفريقي وهناك تصريحات نسبت لفاطمة سامورا في الاتجاه ده يعني مش عارف يا صحيح أو لا بتقول لم يكن عادلا أن يلعب الأهلي خارج أو في ملعب المنافسة اللي خد أكتر من سنة تنظيم النهائي عنده فكل الأمور مع اتضاح الحقائق أن دي كانت بفعل فاعل يعني خططها الاتحاد الإفريقي ونفذها الاتحاد المصري طيب الجواز بتشهد اختيار أفضل لعب أفريقي وأفضل لعب داخل القارة وأفضل لعبة داخل القارة وأفضل لعب شاب وأفضل منتخب وأفضل نادي وأفضل هدف دي اختيارات اللي داخل القارة محمد الشناو ومحمد شريف وعلي معلوله وقال ديانجو برس توم الآلي رياض بن عياد من وفاق ستيف تياجو إزوالو من بترو أتليتكو كريم كوناتي من أسك أبجان مورلاي سيلة من حرية كوناكري أشرف داري وياحيى جبران وزهير المترجي من الوداد محمد متولي من الرجاء يسوف ودايو ويوسف الفحلي من نهضة بركان فيكتورين إيدي بايور من الحرس الوطني بيتر تشالولي من سانداونز بنديل شاندو ولورش من مازنبي ومحمد علي بن رمضان من الترجي أنتو عارفين الغرداء كانت استضافة نسخة 2019 من هذا الحفل لكن هذه المرة سيقام في المغرب كل المغرب هلاء هي القبلة التي تتجه إليها الكرة الإفريقية ولذلك تجد أنها تعيش أزهى عصرها مقابل التنظيمات والاحتضانات الكثيرة ودي بتديلك هي مش بس بتديلك أنك أنت بتبين قدرتك على التنظيم لا دي بتديلك العلاقات أنت على علاقة دائمة على مدى السنة بالاتحاد الإفريقي دلوقتي تخلص من دا تخش في دا والناس مقيمة عندك دلوقتي فمسألة يعني أن يسحب منك البساط من ناحية الفني بتبقى مفهومة فرقة فائت على فرقة تقعد سنتين تكسب لكن أن يسحب منك البساط إداريا دي كارسة ولا أحد منزعج في الكرة المصرية أستاذ إبراهيم أخيرا تم التنبه لمقعد في لجنة لجنة الفنية اللي نضم إليها الكابتن محسن صالح يا كابتن وبدأ العمل بتاعه وعرفت أن هذا الأسبوع حضر أكتر من اجتماع من خلال زوم عشان يقدم أفكاره لتطوير وتنمية الكرة في القرى دا عدو لجنة فنية دا كان شطة رئيس اللجنة الفنية لأ كابتن شطة مدير الفن مدير الإدارة الفنية مدير الإدارة الفنية يعني محترف يعني بيدير اللجنة كابتن محسن صالح كواسن نراح وإحنا قلنا الكلام دا وهو رو يعني أصق إنه حيقدر يضافة ديها طبعا لكن دا دا مش مكانة مصر طبعا الصديف الأحداث يا أخوان يعني حدث زي يعني كله في المغرب كله في المغرب كويس إن المغرب بس واضح إن دا نتيجة خطة بقى لسه أنا تريد تتنفس والمغرب المغرب دلوقتي بتجنيه هذه الثمار لكن أين 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 الوعي في إدارة الكرة المصرية وإخواننا الحلوين الذين يستمتعون بالمناصب الإقليمية والدولية أنتوا فين من مصر يا جماعة إذا كنتوا لسه فكرين لكم مصريين المغرب تستضيف كأس الأمم الأفريقية للسيدات وكأس أيضا الكرة الشاطئية بالإضافة إلى حفل الأفضل طيب النهاردة في ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران في الجزائر في أكتر من إنجاز عمر عصر ابن الأهل والبطل تينس الطولة المحترف فاز بالميدالية الفضية في الفردي بعد ما خسر أمام ألفارو مارتينيز بطل أسبانيا بمباراة قوية جدا انتهت أربعة اتنين بص أنا زعلان على عمر عصر لأنه هو الأحق بالميدالي الزهبية الشيطين اللي كسبهم ستة وخمسة يعني جدارة عمر عصر ترتيب وتصنيفه الدولي والعالمي أفضل من تصنيف اللعب الأسباني ولكن كسب أول شوطين لأ شوط الأول والرابع الأول والرابع يعني كسب شوط وخسر اتنين بعدين كسب شوط وخسر اتنين واخد بالك لكن اللي أنا عايز أقولولك أنه اللعبة دي بيسموها الأشق والأصعب أصعب لعبة فردية على مستوى العالم يعني الناس تقولك بينبونج لما لعبنا وانت كده تاك 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 لعبة جميلة ورقيقة لكن بالتكنولوجي والقوة والسرعة والأولبة والدراسات اللي فيها ميكانيكا عالية يعني علم الميكانيكا في الحساء في الرياضة وتخنت المضرب وتخنت الجلدة الجلدة ونوع الجلدة ده عملية شديدة التعقيد نعم زائد أن الموت بتاعك والتوفيق نتيجة أنها لعبة سريعة هي لعبة صعبة يحتفظ أحد بلقبه أكتر من مدة سنة أو اتنين يعني هتجد فيه متغيرات كتيرة فيها لكن ما فعله لعبه تنس الطولة في هذه البطولة أولا الفوز بالميدالة الزهبية للسيدات من خلال دينا مشرف وهانا جودة برضو أبناء النادي الأهلي ومريم الهضيبي ومريم الهضيبي أنا أتكلم عن المطش ومريم الهضيبي طبعا بس مريم اتنقل دلوقتي هتروح تلعب أزونة في متروجيت حاجة كده أو في حتاق مش عارف حتروح إنما اللي عايز أقوله إن إن إنجاز رائع جدا هانا جودة كملت لحد دور قبل النهائي وخسرت برضو هانا جودة بنت عندها 14 سنة خسرت من بطلة فرنسا يعني عندها 14 سنة اللود عليها جامد جدا حمل المطشط بالشكل ده لم يكتمل نطقها العضلي ولا البدني لكن نطقها الفني والزهني مكتمل وكويس يعني وخبراتها ممكن حتكتسبها تعرف إذا توزع مجهودها بعد كده فعملت إنجاز مداليا دهب ودور التمانية كان إنجاز كويس عمر عصر يعني كنت هتمناله الزهبية لأنه كنا محتاجين إحنا حتى مصر يعني إنت هتقول خبر حلو دلوقتي حربطوا لو كان عمر عصر كسب الميداليا دي كنا بين سبع ميداليات دهب طيب في علعاب القوة بطلتنا بسانت حميدة فازت بالميداليا الزهبية لمئة متر سيدات عدو وتفوقت بسانت في المقدمة بزمن قدر 11 ثانية و10 أجزاء من الثانية بص لما جالي الخبر أنا طلبتم لعداد يجيبوا له الرقم لأن ده اللي هميني هي بتلعب تقريبا مع أبطال أوروبا بس أبطال أوروبا ما يروح بطلات العالم ومن الضهرات الأولمبية بيفجئوا بطلات أمريكا وأمريكا اللاتينية واخد بالك بيفجئوا بكوبين والترينداد والجمايكا بيلاقي مستوى مرعب وحتى بيلاقي الأفرق كمان الأسيوبيين والكينيين الأسيوبيين ده في البص الأسيوبيين والكينيين المسافات الطويلة الطويلة والمتوسط متوسطة الطويلة مش العادية يعني الحد 800 متر صعب تلاقي لعيب أفريقي 1533 مش عارفين انت طالع بقى بتجد لأن عملوا دراسة يا أستاذ إبراهيم في كينيا تحديداً لما لقوا الأبطال الكينيين محتكرين لبطولات المسافات الطول فلقوا كلهم معظمهم من قرية موجودة على قمة جبل موجودة في كينيا والقرية دي ما بيطلعاش مواصلات فالوسيلة الوحيدة أنه منزله وطلعه يجروا لما تربطها بأن أبطال المسافات الطويلة من أسيوبيا ارتفاع هذا بتلحبش إن الارتفاع ده لما بتتضرب فيه وتنزل تلعب تحت بتبقى الدنيا سهلة عليك نسبة أكسجين أعلى فالطاقة أعلى فأنت مهيئ بدنياً بشكل مختلف مش عند حد تاني التكيف عالي لكن مسافات القصيرة والطويلة القصيرة لحد 800 متر دي عايزة قوة عضلية كتلة عضلية على عكس ما الناس فهمة يعتاجد بطل الميت متر ده كأنه دراعة قد كده ورقبة قد كده وفخدة قد كده ولذلك الإنجاز بتاع بنتنا بسانت حميدة بسانت حميدة ده رقم محترم ده طبعاً رقم محترم طبعاً أنا شفتها تكوين العضل بتاعها مش بعيدة عن أبطال العالم الحقيقيين أتمنى أن البنت دي تكون قابلة للتطور لأن إحنا عايزيني بقالنا بطل بطل يعني فما بالا كان بيبقالك بطلة الميت متر دي عملية صعبة جداً إنك تبقى ليك أبطال فيها يمكن دفع الرامي المطرقة والجلة والقرس اللي خدنا فيها برونس دي بسانت حميدة دي بسانت شوف شوف تكوين البدن التاحة يا جماعة حد يكسب ميداليا زهبية في الميت متر في طولة البحر المتوسط ده إنجاز كبير على أطالة أوروبا أطبعاً في دفع الجلة كان نفسي يجبوه لنا الرخم يا رب يا رب يجبوه كمان محمد مجدي محمد مجدي محمد مجدي بطل الأهل وبطل مصر فاز بالميداليا البرونسية في دفع الجلة أيضاً في ألعاب البحر المتوسط في وهران ده إنجاز كويس ومجدي من العاصر الوعدة أول في الرامي عندنا فرص وكلنا أبطال أفريقيا وعندنا أبطال إقليميين ودوليين محترمين بدليل إن ناجي أسعد في وقت ما طبعاً اتحرم ثلاث مرات من الدورة اللي لنفقت لأن مصر ما لعبتش الثلاث دورات دي يبقى في الملعب اتنين وسبعين حصل خطف الطائرة وهو في الملعب وكان رقمه وقتها يجيب له الدهب كسبها واحد اسمه سينج هندي برقم أقل من الرقم الشخصي بتاع ناجي أسعد كان صغير لسه فراح مونتريال مش عارف مين اللي أول كتروسيا مونتريال وانسحب 35 دولة علشان احتجاجاً على مشاركة جنوب أفريقيا التي كانت تمارس العنصرية فاحنا نسحبنا تاني يوم معهم وناجي أسعد بيسخن في الملعب فملعبش جينا في دورة موسكو اخر دورة بقى خلاص عمره احنا داخلين في 12 سنة اهو ايو كانت اخر دورة مصر اعتذرت عشان عشان غزه روسيا لأفغانستان وهو في الملعب اتشفط فالرجل ده يعني كان استحق ميداليات أولمبية اه فلما يجي لك مجدي وعندنا أبطال في المطرقة بإذن الله هتشوفه عارف مجدي عمل عشرين فاصل خمسة وثلاثين متر طب عشرين خمسة وثلاثين خلف السناء الصربي يعني الاتنين اللي قبل منه وقبل همزية هو خلفهم هتليم عشرين فقال إن الديني واحد يجري المئة متر في كذا ووزنه كذا وكتلته العضلية كذا قدي لك بطل عالم فبدل حسابات عندنا المدرسة دي أفرازت لأنه لوقت مش بعيد كان مسؤول عن مدرسة الرمي في نادي عندنا ناس كويسين في القرص عندنا ناس كويسين في المطرقة في إهاب عبد الرحمن ما هي عني ما هي ناس هي لك في إهاب إهاب لولا الموضوع السخيف كان جاب لك ميداليات عالمية وإولمبية في رمي الرم هو رجع بس رقمه كان حق تسعة وتمانين وقتها هو دلوقتي بيجيب مثلا تلاتة وتمانين أربعة وتمانين نتمنى أن يستعيد إن شاء الله أيضا في البحر المتوسط عمر السيد خسر من ساكوفيتش باطل مونتينيجرو في الملاكمة واكتفى بالبرونزية لمصر كما حصد الملاكم المصري الميدالي أيضا في وزن تسعة وستين وزن تسعة وستين ومنتخب كرة اليد تأهل السيمو فينال بعد ما فاز على تونس تلاتين ستة وعشرين نتيجة كرة اليد دي مهمة لأنها منطقية وإنما كانتش حصل كده أنا حنتدا فنأمل نبقى طرف المباررة النهية بإذن الله لأن خلي بالك كرة اليد على مستوى العالم موجودة في أوروبا يعني شوف أنا أقول لك العام القوى ممكن تلاقي منفسين في أمريكا وأمريكا اللاتينية كرة اليد تحديدا يعني في البسكت تجد في أمريكا واخد بالك وأمريكا اللاتينية وتلاقي في أوروبا لكن كرة اليد هي لعبة أقوى فرق العالم حتى أجد فرنسا أسبانيا وبعدين السكندينيبيان السويد والدينمارك والنرويج وطالع دلوقتي بدأ يخش شوية البرتغال والبرازين فإحنا كنا كسبنا المنطقي عايزين نكسب بقى الحاجات اللي فيها اللي نقدر نقول أيوة كده الحياة يمكن من حسن الطالع أن النتائج المصرية الجيدة في دورة العاب البحر المتوسط في وهران تتحقق ومصر بتحتفل بذكرة ثورة غالية جدا على الشعب المصري 30 يونيا 30 يونيا الثورة اللي غيرت الكثير من مجريات الأحداث وحررت القرار المصري وحولت المسار المصري إلى هذا المسار الوطني الكبير اللي بيشهد هذه التفاعلية الكبيرة في كل الأحداث يمكن اللي حاصل في الرياضة ده جزء برضو من بداية ثورة حقيقية في الرياضة ومنشأتها لما رئيس الدولة بتاعك يبقى مؤمن بالرياضة ويعتبرها أمن قومي ويعطلها مكانة في الدستور عيب على التنفيذيين أنهم ما يواكبوش هذا الطموح في طفرة في النتائج على المستوى الأولمبي وعلى المستوى الإقليمي لكن مش هي اللائقة لسه بالاهتمام الرئاسي ولا بالتوجه ولا بالطموح نحن نستطيع نفعل أكثر من هذا أستاذ إبراهيم عايزين نخرج بس من ديلمة الحاجات الديقة اللي مضيعها وقتنا كتير جدا 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 أنا في كرة القدم مش عايزة أقولك بدأت أتشاء مش شايف لها سكة واخد بالك لأن العناصر لازم تاخد بيدك هي اللي هي اللي بتقيدك اللي هي العناصر أصحاب المناصب الدولية والخبرات الكبيرة والإقليمية بنشوف في المغرب إزاي الناس بتساعدها قبل كده الجزار إزاي الناس ساعدتها ولم أرى هذا إطلاقا غير يقولك حلينا مشكلة مش عارف مين اللي نادي إيه وحلينا مشكلة إيه عشان القيد أو الرخصة نتحايل ونخدها وإحنا مش مؤهلين إحنا نخدها كل ده بيعرقلنا كل ده مسائل إحنا يعني لو نشوف العالم يعني هل ما يحدث في السعودية مثلا أن الناس بتطبق اللواعح بحيذا فرها هو ما كانوش يقدر ننقذه والأهلي ما قالوش مكانها يعني بالعكس ده نادي عريق ونادي له لو عايزين يعني لكن هم عايزين الدينة تمشي صح عشان كل واحد بقى يشتغل ويصلح نفسه لكن إنت لما تساعدني وأنا متعسر إنتا مش بتساعدني إنتا بتخليني أغرز عارف العربية لما تيجي تغرز وإنك تبدوس بنزين دوسوا كل ما تدوس بنزين تغرز تفتص أكتر مش ده الحل حل ربما يأتي بتصرف بسيط من الخارج واحد يروح هتطلق كارتونة كده ويقول لك زوء معايا من التواوى يروح مطلعك ما تدورش عجل خالص فأنت ما بتروحش للحلول الصحيح البسيطة أنت عملت تروح ليه أنك أنت تأجل المشاكل تأجل حل المشاكل فأتمنى ما يتحقق في البعث المصري معقول حتى الآن يعني الكارتون والجود عملوا حاجات مش بطالة الملاك تنس الطاولة تنس الطاولة خلاص قلنا ده عمل العليم وقتر فقط كنت أتمنى العصر النهاردة ميدالية ذهبية لكن لما تشوف المصارعة فيها ميدالية ذهب واخد بالك في ميداليات أخرى لما تشوف الكارتين والجودو فيه دعب وفيه فضة فيه برونز ذهبية تلعاب القوى دي ليها قيمة كبيرة لا ده دي مش لها قيمة ده ليها كل القيمة أنت معماتش كده قبل كده صحيح صحيح أتمنى بقى أن الرجال بإذن الله يغيروا ويجيبوا لنا ميدالية ذهب برضو في لعب القوى هو ده الحقيقة والجزئية إشارة فخامة رئيس فتاح سيسي من قبل إلى أن الرياضة أمن قومي ظني أن المقصود بها ممارسة الرياضة لخلق الإنسان الصحيح السليم الرياضي المنتج القادر على الإنتاج في كل المجالات هو ده التركيبة أو المكون بتاع الأمن القومي مش بس أن نحن على مستوى البطولة أو حتى على قطاع الإنجاز لا على القطاع الصحة العامة والممارسة فنتمنى أن هذا الاهتمام وهذا التقدير لقيمة الرياضة يلقى تفعيل جاد لفرص المواطن المصري في الممارسة أنت ما تشوف حتى فكرة الرياضة من زمان كانت مترسخة ازاي لدرجة أن نتقال مثلا العقل السليم في الجسم السليم ما هيش مقولة دقيقة قوي صحيح إنما هي لها معنى تاني لو خدت تبقى دقيقة جدا أنك بدون لياقة بدنية حقيقية مش هتقدر تشتغل وده مش حيب أصافي وده اللي بنقول عليه لما اللعبة ترهق هتفكر ازاي فتجد أخطاء سازجة يمكن تحدث من طفل صغير رفقا رفقا بالرياضة المصرية بالأبطال وقدموا لهم الحاجة اللي يقدروا ينجعوا من خلالها وأنا بس عايزة كنت أقول حاجة بطلنا يهاب عبد الرحمن لا بتاع الحديد محمد يهاب محمد يهاب في الأسقال في الأسقال قريت خبر أنه هو حيبطل حيبطل ليه وأعلن عتزاله ممكن ما هقول لك ده ماشي بحظة ناجي أسعد ماشي بحظة ناجي أسعد هذا رجل بطل عالم حقيقي تم تتلغي الوزن بتاعه في أولمبياد باريس أنا مش عايزه يبطل وهو تلقى صدمات قبل كده قال لك أنا بطلت في المنشطات إنما هو غير وزنك يا ابني وربنا حيكرمك أنت عندك إرادة وعندك موهبة الحديد موهبة زي أي لعبة تانية بيناميها العلم غير ميزانك وربنا حيكرم واحد وثمانين اتلغف عشان كده تغيير ميزانه ربما ينقزه كل سنة ومصر بخير كل سنة والرياضة المصرية في أحسن حال ومصر دايما في أفضل حال في 30 يونيو دايما بإذن الله نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ما تخافش على الأهلي أهلا مع حضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي عنده هذا الحرص الشديد جدا على تقديم أفضل النماذج الرياضية الوطن في كل المنتخبات الحقيقة لأنه هذا الأسبوع مع هذا الزخم البطولي المتنوع للألعاب الرياضية على المستوى الوطني وأيضا على المستوى المحلي بالنسبة للنادي الآلي تبرز هناك إنجازات كبيرة جدا بطلنا وبطل مصر الكبير مصطفى عسل بيفوز ببطولة التمانية العظماء على مستوى العالم في الإسكواش وكابتن محمود الخطيب حرص على تكريم مصطفى عسل واستقباله في النادي وتهنئته بهذا الإنجاز الكبير مصطفى عسل التصنيف الرابع على العالم بيكسب المصنف الثاني وقبل منه كان كسب على الفرج المصنف الأول عشان يكون عنده هذا التقدم في الترتيبة مصطفى عسل نتوقف لحظة معاه هو بطل البطولة دي هي بزاق السنة اللي فاتت تحتفظ بيها أفضل طمان لعيبة على مستوى العالم بيلعبه بطولة استطاعة زي ما أنت قلت يتغلب على واحد واثنين على مستوى العالم قيمة الفوز بتاعه ما حدث من تطوره في شخصيته قبل الفوز أنا السنة اللي فاتت لما كسب بصراحة كان فيه حتة جوايا الآن لأنه كان بتسرب بعدم خبرة واستمر على فطرة كده يكلم التحكيم ويبص ويعترض وعنده طول مقاعد في الملعب دماغه بره شوية وما يجي يحتفل يحتفل بطريقة يعني فيها برضو عدم خبرة الدفاعية لكن اتنصح واستجابة وتطور وتركيزه بقى أكتر جدا جدا مع الياخته وفنياته مع الياخته العالية جدا جدا هو مقاتل من طراز أول يعني لا يستسلم يعني عشان تكسب منه بطه بتتعب بتتعب صحيح يعني أنا بدأت أتابع السكواتش شوية عشان أخبرنا وبعد النور الشربيني طب هتقول التمالكو من النور الشربيني لا لما توحدة في كل مناسبة تقولك أنا أهلوية وأنا نفسي أكون في الأهلي وأنا أهلوية مدرجات لا ده أهلا بيكي يعني هي هي البطلة وهو البطل لهذه البطولة القيمة جدا شوفوا بقى هذا الإسهام الكبير من النادي الأهل مصطفى عسل يفوز بطولة العظماء التمانية كمان هنجودة ودينة مشرف ومريم الهضيبي يحققوا المصر ذهبية ألعاب البحر المتوسط في تينس الطاولة في وهران عمر عسر أيضا يساهم مع منتخب تينس الطاولة للرجال ويفوز بالميدالية الفضية كمان في الفردي بس أنت حميدة في ألعاب القوة زي ما أشارنا قبل الفاصل تكسب ذهبية مئة متر عدو في ألعاب القوة ومحمد مجدي يكسب برونزية الجلة أيضا في البحر المتوسط إنجازات في مختلف الألعاب الفردية لأبناء الأهلي وده يحيى عليه قطاع النشاط الرياضي بكل مكوناته صحيح؟ الصورة دي مهمة جدا لأن كابت الخطيب معلش أنا أسف أن أبقى طعق وهو يحتفي به كلاعب صاعد أنا بقولت لك الولد ده صاعد دي التحية للنشاط الرياضي في النادي جهود الكابت الرؤوف عبدالقادر خلال فترة إشرافه على القطاع النشاط الرياضي ثم كمان الكابت الخالد العوضي حاليا وكل مشرفي هذه الألعاب في تخصصاتهم الكبيرة في الألعاب الجماعية شفنا ابن الأهل وابن منتخب مصر الكبير علي زين الهواري اللي فاز معنا دي برشلونة الأسباني ببطولة الأمم الأوروبية واستقبلوا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكرموا على هذا الإنجاز الكبير إحنا بنتكلم على كنا بنحتفي وبنفرح ونفخر بمحمد صلاح إنه ساهم مع الفربول في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ابننا كمان علي الهواري وهو بيفوز مع برشلونة ببطولة الأمم أو بطولة دوري أبطال أوروبا قبل ما يترك برشلونة إلى دينامو بوخارست شوف هو علي طلع بقوة شديدة وهو ناشئ وكان أهم من أهم لعبة مصر بدأ مسيرته الاحترافية بدري وطموحه لا توقف كنا قاربين إنه إحنا نجيبه السنة دي يرجع للعب موشم ولا حاجة مع النادي الآلي ولكن طبعا مسألة إنه هو ده بقى بطل أوروبا خلي بالك إنه هو رايح دينامو بوخارست دينامو بوخارست من الأندية المنافسة على هذا اللقب يعني هو مش رايح نادي يعني لأ عنده الطموح إنه يكسب معه تاني هذه البطولة يحيى ونتمنى له التوفيق لكن أيضا إحنا كرمنا في مصر طيب إيه اللي يخلي جزائر برضو يلفت نظرك كرمته النهاردة في استقباله لما وصل اللي ينضم المنتخب مصر لا تم تكريمه بشكل شخصي يعني إدوله تروفي وبتاع يعني جايزة أنا عايز أقولك إنه هو مع المنتخب مصر وصلوا لسيمي فاينال لو لعبه فاينال هيبقى برضو جابه فضة والمنتخب يشهد بعض النمازج الصعيدة عندنا منهم نمازج متقلقة جدا نتمنى إن مش هنشير إليهم دلوقتي حنستنى شوية لأن الحقيقة أنا شاف الهندبول واخده اهتمام كبير أو سنادي يعني أنت عندك مدرب أجنبي هو دربه أو كرمه في الجزائر أمين بن موسى رئيس أحد الأندية نادي تراجي أوريزيو أي هو اللي حرص على تكريم أحد الأندية بصبت النظر أنت كرمت في غير بلدك صحيح من عائلة كرة اليد صحيح لأنك أنت من عائلة كرة اليد اللي شرفت يعني هو التكريم له معنى أنا أتحدث عن معنى التكريم مش جهته يعني تكرمت في بلدك وبرة بلدك طيب ده الجولة لأبطال المصر وأبناء النادي الآلي وهذا الإسهام الأهلاوي الكبير بمناسبة مواقف النادي الآلي يا جماعة النادي الآلي لما اعترض على نظام دوري أبطال أفريقيا لكلة القدم بهذا الشكل ولما دفعت تمن ورح لعب الفاينال في المغرب من مباراة واحدة لفت النظر للاتحاد الأفريقي ومسؤوليه إلى هذا النظام المعيوب اللي أخلي بمبدأ تكافر الفرص يوم الحد إن شاء الله المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي هيصوت على إمكانية عودة نظام البطولة التاني سواء نهاء دور الأبطال أو نهاء الكنفدرالية إلى نظام الزهاب والإياب في اجتماع المكتب التنفيذي يوم الحد إن شاء الله لكن كمان أيضا من الأمور المهمة في هذا الاجتماع إنه حيناقش تقرير هيئة الأرصاد الجوية في الكودفوار الكودفوار البطولة اللي جاية 23 هتستضيف كاس الأمم الأفريقية لكن في تقارير للأرصاد الجوية بتحظر إنه في الفترة دي أبت جام فيها أمطار غزيرة في الفترة اللي هتقام فيها البطولة من 23 يونيو ل 23 يوليو 2023 فاحتمال الاتحاد الأفريقي يوم الحد يصوت على إمكانية نقل البطولة من الكودفوار يعني هنفضل طب يعني هو تحديد معدل البطولة ده تفاجئوا به يعني والحالة المناخية دي ما هو حالة معروفة من الأول من البداية والنبي عاديين يعني كفانة ارتجالا وياك ما يكونش وراها غرض آخر يعني عملية البحث دي دي كانت هذه الإطلالة الإخبارية على كل هذا المحتوى المتنوع لكن تبقى ضربة البداية الأهلوية معه مقالي ومقاله على الحلوة والمرة بأمرت ايه والتساول لجمهور الأهل الحبيب الكبير جمهور الأهل اللي شعاره دايما على الحلوة والمرة معاه وبيكون في ظهر فرقته وقت العثارات أكتر من وقت الاحتفالات ده السابت التاريخي بالنسبة لعلاقة الأهل بجمهيره ومقولت إن جمهوره دا حماه فعلا دا حماه وحماه كمان من كل حاجة لكن بعد مباراة الأهل واسموحة اللي شاهدت خسارة الأهل تلاتة اتنين في الدوري تعرض الفريه وتعرض اللاعبون لانتقادات عنيفة دفعت البعض للتساؤل عن قيمة الوقفة على الحلوة والمرة هي مش مباراة سموحة بس ده أنا بالعكس يعني فيه ناس كتير جدا بتقول لك بس العبنا كويس جدا يعني فيه ناس مقدرة مبوزة من جود لكن فيه أخطاء لا يمكن فهمها يا أستاذ إبراهيم إحنا بقينا نشوف أخطاء متكررة كنا بنقول عدم تركيز جهاد لكن الأخطاء المتكررة وكاننا نتعلم محدش بيه يلعب باصة يا ديانج بالعرض كده بطول بعرض الملعب وفيه واحد واقف في النص مهى معرضة بشكل كبير لأنها تتقطع وإيه اللي يجبرك أنك تنقل الملعب في الناحية دي بالطريقة دي كورة محدش ضغط عليك فيها ولا عندك مبرر أنك تغلط فيها وتستبق فيها ده والأولانية نفس الشيء برضو باصة ويجي وقفها تهرب من رجله فيه إيه قابليه علي معلوم كورة جاء بالعرض تهرب من تحت رجله جون شكبالة يتقدم للزمالك السنة الفاتت سموحة نخسر بكورة أخطاء فردية في مناطق حساسة بقى هدف غير مبررة ولا مرة كان أنت مرتبك ولا تحت ضغط كلها أنت انت تفاضي خالص في المعابيرمد السنة الفاتحة 2-2 انت بتلعب في العشرة ثواني الأخيرة ومسك كورة وكورة في رجلك المبارد تحت رجعها الوراء وتعمل كده أنا قلتها مرة واحدة بس لقدام كنا عملنا كنت يمكن أن نجيب التالت فتفاجئ الحرس مرمى بتاعك تضطره يجي يقف تهرب منه ويجي جون التعادل أخطاء غير مفهومة وبتكلفك بطولات يا أستاذ إبراهيم أنا عايز أقف مع الفرقة ولازم أقف معها وأنا على فكرة ضد انتقاد أو الانتقاس يعني يعني التفاصيل الفنية للمباراة التفاصيل الفنية هنتعرض لها بكل الخبراء أنا بتكلم أنا مش بتكلم يعني أنا أنا بتكلم بقى أن أنا طيب أنا زعلان إن ديانج عمل فيه أيوة علاقة القلب جمهوره لا أنا بقى أنا جمهوره وزعلان من ديانج طبعا أقول له ليه يا ديانج مش أقعد أقلل من شأنه وانسى ما فعله وافضل أحطم فيه وأقول خلاصه منه والله ما نشعرف أنتوا إيه أصلا إنتوا ما تسرحوهم إيه ده لا يمكن دول يكونوا أهلوية أستاذ براهيم أنا قريت شوي التعليقات من مجميع وأفراد جروبات معينة ما عرفش بقى إذا كان دول إيه اللي وراهم لكن لا يمكن فيه أهلوي تكلم عن نادي الأهلي بالطريقة دي ولا لعيمة الأهلي بالطريقة دي هو أنت عايز إيه عايز نهد الدنيا لمجرد أن إحنا فيه أخطاء أخطاء مدايقانة ما هو أنا بقول لك ما يصحلش أفلان مش أكتر من كده ولازم تستعيدوا مستواكم ولازم كده وبعدين الأهلي مش ساكت ما بيأخذ بالأسباب هو أنتوا ليه ناسيين إن فيه مدرب يتغير فجأة وهو مرتبط بفريقه وفريقه وعود فريقه على لعبه وتاني واحد استلم فجأة على أهم أربع خمس تحديات وربنا ساهل وخرج فيها بشكل معقول ماتش سموع هنكلمكم فيه وهتشوفوا إنه مستحيل ماتش ده بكل المعيات بكل الأخطاء اللي حصلت إنه يضيع الأهلي لكن حصل زعلنين آه بس طب لو أنا سمعت هم بيطلبوا بإيه إنت لو سمعت المطالبات أنا بقيتها بعتلك كل لو سمعت المطالبات ده معناه إن إحنا نرمي الفوتو من دلوقت يعني الحياة الأمر يصل في التشكيك مش بس في اللعيبة يصل لدور النادي في صناعة المدربين فيتالي أتصور هو مين الآلي صنع مين مدربين يعني اللي كتب ده كلام لا يمكن يكون ده رجل أهلاوي لا يمكن لأنه يتقلك الجهري ده كان مدرب من نفسه السايز ده كان مدرب من نفسه الكابتن الوحش كان مدرب يعني إيه مدرب من نفسه يعني أنا لما أجأ أقول دلوقتي كل المدربين المتقلقين في الدورة المصري هم من أبناء الأهلي دي ناسة لعبة الكورة وتكونت شخصيتها من خلال النادي الأهلي لا يمكن أن أنت تفصل عماد النحاس أو علي ماهر أو أحمد سامي أو حتى دلوقتي أنت بتتكلم على الفرق اللي هتصعد من تحت حرص الحدود استعام بالكابتن أحمد أيوب أسوان استعام بالكابتن ربيع ياسين بالإضافة إلى أبناء الأهلي وتعلموا نظامها وتربوا رياضياً فين إزاي تنكروا حتى على النادي الأهلي دوروا في أنه قدم مدرب زي ساموا أمسون إزاي يعني فيتقال هو مين اللي أهلي عملوا لا يمكن ده كلام يقول لا 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 هو بيضرب في حدة تالية أحتر من كل ده ما هذه أحصائيات لكنه أعجي أقول لك المدربين هم اللي بيجيبوا المطالات للأهلي الأهلي لا يضيف شيء أنت لما تقعد في السوديهات التحليل ومش من النهاردة عبر تاريخه حتى لما يجوا انتقضوا الأهلي عشان ينتقصهم المدرب ويقول لك ده أي واحد يضرب الأهلي ده الحنبول يضرب الأهلي يجيب البطول أي حد ده معناه أن الأهلي صانع نجوم صانع المدربين لأنه يوفر المناخ الذي لا يستطيع أحد أن يوفره غير نادي الأهلي اللي هو الاستقرار والدعم نظام العمل كله وفلسفة الأداة وعدم التدخل وحوافز كل مدرب سواء داخل النادي الأهلي وخارج النادي الأهلي مهما بلغت درجة يعني مش هقول يعني انت ما قول نادي غير النادي الأهلي يقول لك الأهلي ده نادي أوروبي يتوجد غلط في مصر كابتن محمد عمر مقول من السبت وكابتن طلعت يوسف كابتن من أكثر واحد ينتقد الأهلي دلوقتي كابتن رد عبد العاف ينتقد الأهلي وغير الأهلي لكن مراكز شوية مع النادي الأهلي لكن بيجي يقول لك أي واحد مرة الأهلي يجي ببطولات كل مرة يقول لك ده معناه إيه هو عايز يقول إيه إنك أنت ما تقوليش أنا كسب ما هو أنت طبيعي إنك تكسب وصلوا المعنى إن الأهلي لا يملك رفاية التعادل أو الخسارة أو حتى لما تكون خسارة نتيجة أخطاء ساجة أو عدم توفيق بقى الضغوط اللي بيكلم عليها المسلماني كده ما هو ما إحنا مش قابلين الخسارة وعايزين بطولات طبعا بس طول عمرنا وإحنا بنعمل كده بنتعرض للخسارة وبيدعملنا بطولات ما بنقبلهاش بتكون ملهمة لنا وحافز لنا إن إحنا نتدارك ونكسب بعد كده لكن إلغي وإنسف ودول ما ينفعوش وش عارف إيه وخلى عندكم مش عارف إيه إيه ده إيه ده ده وصل أستاذ إبراهيم الخطورة إنه بيدرب لعيمة الأهلي بلعيمة الأهلي ده إحنا وصلنا من الشخصانة إن جزء بيحب الإستاذ إبراهيم وجزء بيحب عدل القيع فأضرب أنا في إبراهيم وأعلي في عدلي وأضرب في عدلي ده إحنا بفرقة واحدة ولذلك أنا لما بلاقي مشهد زي محمد شريفا ما يجري يحتضن حسام حسن اللي نزل بدله وجابه الجون هو ده المعنى القوي يا جماعة ما تسيبوا إحنا بنكسب عشان متلحمين عشان الأنا تدوف في نحن الأنا تدوف في نحن الأنا مش عالية وأحيانا نخسر لما الأنا تعلم فانت عايزين كل واحد يفكر في نفسه ولا إيه ده اللي انتوا نفسكوا فيه إيه الثقافة اللي بتفرز هذه الزهنية الزهنية لا وما تعدش تقولي إحنا الجمهور الجمهور ما بيمنش على حد ولا حد فينا بيمن على نادي الأهل النادي الأهلي ده كان حبنا وأفدنا وصنعنا بيما فينا الجمهور أهل جمهور من الدين الأهلي الزخم والقيمة وبشتغل من أجلهم ده مش عايزة منعشة ولولا جمهور الأهلي إنها الأعرض لكن مش معنى كده أنهم يملكون حق تسيير القرار وكل واحد عايز ياخده في سكته ويريتهم متفقين على رأة أنت لما تاخد رأة وتخلصها ما فيش حد حيقعد في مكانه أنت لو طرحت سؤال هتلاقي كل الإجابات مختلفة ما فيش لعيب ما فيش لعيب واحد من اللي كانوا بيتلعوم وغيرك بيعلي لعيبته جدا مش مطلوب التهويل ومش مطلوب التحامل مش التهويل حتى جاريتك بتهول ده أنت بتتحامل ده أنت بتضغط على اللعيب دلوقتي يعني مين اللي يقول أن محمد شريف ده مش مهوب الجني اللي جابه في زمالك ده مين اللي يجيبه الجني اللي يجيبه في المحلة مين يجيبه باللمسة والفكرة والالتحارة بيضيع وبيجيب ومين عايز يضيع بس في تطور وقعه بجنبه مش النهار ده تطلعه سامة بكر تخصب بالأرض وفي نفس الوقت الرسالة بقى للعيبة لا تصدق أنكم معجزات ولا حد يكسركم أنتوا بشر وموهوبين ومخلصين للأهلي وبتلعبوا في أحسن نادي هي دي الحقيقة استمر على عطائك لكن ما تتنفخش وفي نفس الوقت وما تهويش خليك انت بشخصيتك ما عرفش اللي أنا بقوله ده باياك ده كلام يا جماعة على طبيعة هذه العلاقة التاريخية للأهلي مع جمهوره الأهلي طول عمره لما كانت المدرجات بتبقى مليانة ويا رب بترجع لأنه فعلا أكتر الفرع المدارة من غياب الجماهير الحقيقية في المدرجات هو النادي الأهلي غيره من المنافس الأهلي والأنديها الشعبية الأهلي بيدفع تمن الزبالك بيدفع تمن الإسماعيل الاتحاد المصري الفرع اللي لها جمهور بيقف جنبها في مثل هذه الظروف أنديت الشركات والهيئات والأنديها الجديدة مش فرق معها لكن صناعة كرة القدم في مصر تحتاج هذه العودة وأعتقد ربطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب عندهم هذا الحرص وكل ما بتنجح فرصة الحضور الجماهير في المدرجات بيساعد على العودة حتى أنه اتخذ قرار أنه مباراة الأهلي والزمالك حتكون بحضور جماهيري كامل نتمنى ده يحصل بإذن الله لكن فكرة أننا كجمهور في المنصات بقى مش في المدرجات لازم أن يستلهم طبيعة جمهور المدرجات مع الأهلي كانت دي تبعى عملة إزاي هو ده كان الجمهور الحقيقي اللي موجود واللي شايل العالم بتاع الأهلي الجمهور الافتراضي اللي عبر المنصات المختلفة حذرنا كتير جدا أنه مؤكد فيه اندساس ومؤكد فيه ناس كتايب كتيرا من أطراف منافسة معادية رفضة للأهل أنه هو يقف على حيله وتسعى بكل قوة وخبص للإقاع ما بين الأهل ولعبته لهذه السقة بين لعبة النادي الأهلي ثم الفتنة بين اللعبة بينها وبين بعضها لا يمكن مثل هذه التصرفات تكون أهلوية لا يمكن لأنه جمهور الأهل الحقيقي كان وقت ما الأهل ييجي فيه جون تلاقي التون عيلي جدا في المدرجات التشجيع بدأ يزيد هو ده الجمهور بيحس هو ده أنا عايزك في ظاهري وقت الهزة مش وقت الفرحة ما وقت الفرحة أنا بهلل كله فرحان لي لكن إزاي تقدر توقفني وإزاي تقدر تساندني في اللحظة اللي أنا تعصرت فيها وإزاي تقدر تقومني تاني هو ده جمهور الأهلي اللي الأهلي يتمناه واللي الأهلي يحتاجه في الظروف دي لحد بيتقاعس عن الحساب أوعد تكونوا فاكرين إنه إدارة النادي ولا المسؤولين عن إدارة الكرة في النادي ما هماش حاسين باللي الجمهور حاسس به لا يمكن يكونوا مباراة زي دي فيها أخطاء ما بتعديش لعلى الإدارة ولا على الجهاز ولا على اللجنة ولا على غيره لكن كل الأمور بتبحث من قبل مختصين إنما مش هنهد الفرقة مع كل مباراة وكل لعب بمجرد ما جابه الجون طلع نبيل برج خسر وضيع فرصة أو ارتكب خطأ يترمي من فوق البرج ويتقال إنه ده مش لعيب ودول مش مستوى ودول مش الأهلي ودول ما ينفعوش ومشوا دول وتلاقي بصوا التشكيك حتى في قدرة الناس إنها تستمر في الأهلي دول ما ينفعوش لعيبة وتبصوا تلاقيوا فيه تجاوزات اللعيبة بتقرأ الكلام ده يا جماعة اللعيبة بتتابع كل ده كانت بتسمع الجمهور من المدرجات بيفوقها دلوقتي بتتابع كل السوشيو الميديا اللي بتكسرها هل ده المصلحة الأهلي؟ عايزين جمهور محفز مش مثبت إذا تحاول الجمهور إلى إنه يصدر الإحباط خطورة داهمة ويبعى السؤال هنا أين الخل الوافي؟ الخل الوافي إنك معايا وإحنا بنظبط سيب إصحاب الشأن المسؤولين عن التصبيب وخليك أنت في التحفيز لأن ده دورك أهم بقى من أي دور إداري آخر هو أنا بتفهم عاك هنا أنت وإنت بيتحفز آه أنت صاحب الدور الأكبر ولذلك أنا عايز أقول ملاحظة السيد زبريم لأن أنا خايف مش خايف يعني برضو مش موافق قاوي على فكرة إن أنت تقول عودة بالجماهير وبعدين تحطيلي أعداد متكافأة لا كل واحد لازم استبتع بحجمه حجم الجماهير وحجمه تسويقي أو ما لأنا مزي تروح فين ما أنا ما تيجي تقول لأنا وأنت تقول لأحد خمس سلاف لا تعبر عن شعبيت كل واحد فينا فأنا برضو ما استفاتش أنت حجمتني خدتني في سكة الجماهير الأقل أو الجماهيرية الأقل فين بقى التكافل الفرص تكافل الفرص يعني كل واحد ولذلك هو لما تقال ألعب على أرض مرة وألعب بره أرض مرة كانت عملت ليه مش فكرة الأرض فكرة الجمهور الأرض هو الجمهور المناخ العام والملعب طبعا تعودك عليه لذلك لما يجي يقول لي أنت خيب تلعب مسا في الإسماعيل ليه إذا كنت أنا لعبت في القائرة ألعب قدام 80 ألف لو الأمور طبيعية أخاف ليه بالعكس أنا مأذي أكتر منك أن أنا ولعبش في القاهرة أنا بلعب في أرض محايدة وبدون جماهير أو بجمهور محدود يعني عنصر الجمهور محدش مستفيد مش محدش الأهلي يفتقدوا تماما ومش مستفيد منه ثم زمالك طبعا وبالأنديش الشعبية بالاتحاد هلاقي جمهور في سكة ديليل حيوبة الاتحاد الإسماعيل في الإسماعيل المصر في المصر المحلة في المحلة طبعا هذه الحاجات اللي تديني الميزة الاستثنائية الزكاة يعني ولكنها مش ضمنة يعني مش معنى كده أنا كل واحد يلعب ما لعبه لازم يكسب لكن قوة مضافة بتديني حاجة مضافة أنت بتنتزعها مني بس نمرأ النقطة الثالثة أستاذ إبراهيم ليه علاقة بالجماهير والقيمة التسقيقية برضو النغمة اللي طالعة تقول لك عايزين يتساوى الدخل يتساوى يعني مش بطاق التمويد يعني لا انت انت يعني بالعكس ما تشك من العقل انت بتستفيد بتاخد مبالغ أكتر من اللي بتاخدها معايا حد تاني لكن يا ظل اللي أهل أكتر منك الطبيعي لأنهو الممول اللي بيدخ من خلال جماهيره العظيمة المخلصة الحريصة على أنها تتواجد هو اللي بيدخ المبالغ يعني مجمل مبالغ اللي بتتصرف في الأهل فمسألتنا تساوى كمان لا ده احنا هدخلين فكرة الخمس فددين ومش عارف ايه الكلام ده اللي هي حتى من المنظور الاخصادي كان الأولى ان أنا أصلح أرض ووسع الدنيا ودي عشرين فد وزع على حساب الأغنية بقى مش بقولك أنا ضد الإصلاح بالعكس أنا معاه بس لما تاخد تقططع منه وتديهن أنا ما زودت الشرق على زراعي لكن أنا بختصم ده من ده وده أكفأ في الزراعة وده يعني هو ده هو ده المبدأ المبدأ انك أساعدك انك تبني وديلك يا سيدي عشرين وخمس عشرين وخمسين فدان كمان أديلك أنا عايز 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 أدعم الأندية يعني ودي الفكرة ان الدولة والوزارة تدعمهم ازاي يسوأوا ما يملكون من حقوق والرعاة نفسهم المحبين بقى يرعوا الأندية بتاعتهم أنا في الإسماعيل راجل الأعمال ما رعي النادي بتاعي وروج لمنتجي وكل حاجة يعني الحلول كثيرة لكن فكرة ان انا استنى باستمرار غير يوزع علي بالتساوي مش هتبقى انقاذ للكرة المصرية ده كان الكلام بمناسبة احتياج الاهل للسلن الجماهيرية الوعية كنت قبل الهوى بتكلم مع الدكتور محمد العدل صديقنا العزيز والرجل كان منزعج من ما يلقاه الاهل من بعض جماهيره عبر السوشيال ميديا المختلف وكان حتى له تساؤل هو احنا تعودنا ان جمهورنا على المرة قبل الحلوة في ظهر الاهل الاهل يقصد من سموحه الاداء لا يعبر عن النتيجة النتيجة سيئة جدا الاخطاء الفردية قاتلة ومتكررة لكن سيبوا الناس تصلحوا وتعالج هذه الاخطاء هنطلع على فاصل وبعد الفاصل هنشوف أولى خطوات هذا الاصلاح الجزري مع الاهلي ملامحوا ايه بعد الفاصل اهلا مع حضراتكم جديد ما تخافش على الاهلي مع بداية خطوات جادة جدا وقوية نتمنى ان شاء الله تعالى يتكتب لها التوفيق ونتمنى بإذن الله الاهلي يستفيد ومستر ريكارد سوارش يوفق في هذه الخطوة الجديدة جدا اللي أبرز أو كل ما فيها هنشوفها مع حضراتكم في الغربال سوارش مرحلة التحديات والاهلي كل فترة عنده تجربة صحيح ان التجربة ديت لم يكتب لتجربة بيتسو موسيمان انها تكتمل حتى النهاية لظروف تتعلق بالراجل نفسه لظروف صحية لظروف نفسية لظروف شخصية اراد انه يوقف العلاقة عند هذا الحد ولا يوجه له الشكر والتأدير وتم الانفصال بكل احتراب ودي القيمة والسمعة يا جماعة اللي لنادي الاهلي برة لما الاهلي بيحتاج مدرب شوفوا لما بدأ يتفاوض مع مدربين انهالت عليها السيارة الذاتية لعدد كبير جدا من المدربين الى ان استقرت ادارة الكرة سواء شركة الكرة القدم او لجنة التخطيط او الكابتن الخطيب المفاوض بالاشراف مع الكابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة على هذا الاختيار ووصل اليوم ريكارد سوارش لمقر النادي واستقبله كابتن الخطيب في هذه اللحظة باش مانتس يعني الكلام الكتير اللي تقال اللي حينقش السيرة الذاتية مش حيلا يضلطه لكن اللي عايز ينقش شخصيته هو وكفاءته هو من خلال اللي يعرفوه ومن خلال بعض المتبعات لطريق شغله ربما يروا فيه نموذج عنده شخصية وعنده الطموح وهارد ووركر أو بيشتغل بيشتغل يعني صحته بسم الله ما شاء الله صغير في السن 47 سنة واضح أنه عنده نشاط لكن لا عايزين وإحنا لازم يبقى لنا رأي في كل حاجة دلوقتي قبل من رجل يشتغل أو العقل بيقول نستنى ونشوف بالظبط يعني هو لازم نقول روحكم على الحاجة لما تتعمل بالظبط فايلر برضو كنا متخافين وستنى نشتغل الرجل الله إيه دا دا تلع مفاجئ أه ما تلع مفاجئ يعني أنا لو أفكركم باللي الناس قالته من محللين وخبر وإعلاميين عن رينيف فيلر أول ما الأهلي جابه وأول ما اتعمل المؤتمر وهو قعد على المنصة وكان كابتن دكتور طه اسماعيل بيقدمه شوفوا حجم الانتقادات اللي وجهت للأهلي وشركة الكرة أو لجنة الكرة وقتها على هذا الاختيار وده ما عندوش خبرات وسنه صغير وما عندوش سفيق والكلام اللي إياه اتقيم قبل ما يبدأ بمجرد لما بدأ وبصمته ظهرت الدينة تغيرت الحياة كلها مش المعايير كل شيء واحد يجي له عريس لبنته مهندس مرطبه كذا عنده عرامي شكل كذا مش عارف ايه ابن ناس ابو فلان ابو فلان حاجة مرعبة بتتجاوز يطلع بخيل يطلع ما بصرفش يبقى الفقير حسن منه لان الفقير اللي بصرف على فكرة الغاني بقدر ما ينفق طب انا هعرف من الغاني ازاي ازا كنتم ما بتصرفش لكنك مش غاني يعني يطلع فيه عيوب تخلي حيالة تستمر وفي نفس الوقت البنت دي ترفض واحد بادي بالاول الطريق لكن عنده الطموع وعنده الامكانيات وعنده الرؤية الواضحة لسكته وعلى خلق وعنده مسئولية فيروح ياخد جارتها تفاجأ بعد سنتين انه هي فشلة والراجل ده اعمال البزنس اللي عامله او الشغل اللي عامله اعمال يكسب ويتطور ويبقى حاجة كبيرة اوه ودي نمازج بتشوفها في الحياة اذا الابرة بالشخص بما يملكه من ملكات ورغبة وطموح واخلاص انه ينجح ده المعيار اللي بحبه ولذلك انا مش عايز يقول ايه اسلع على طريقة مانو الجسي يا اخوانا مانو الجسي الخلطة السحرية بتاعته اللي اكتشفناها بعد تجربتين اول سنة ما عبرتش عن نفسها اول لكن التاني سنة او تاني مرة الناس شافت دي بما فيها اللعيبة لما خلقتله الجيل استطاع انه هم يعمل الخلطة السحرية تحبيني وتخاف مني ولكن تحترمني باستمرار تحترمني فكان فيه الكنترول والسيطرة والتزديق ورغم كده كان فيه نجحات مبهرة طبعا لكن فيه لحظات من عدم التوفيق فيه تعسرات كتير طبيعة الامور لكن انت كنت بتصق ايه انا مانو المعي هيعالج وحيعدي فيه ثقة كبيرة عايزين دي عشان تكتسب التجربة ندي للتجربة وقتها مش عايزين تصرع لا في الحب ولا في الدعم اه احنا وراك مش حننطقدك مش حنهاجمك حنستنى لما تعمل كل اللي في بالك حتى لو بدأ لنا مهموك نيجي على لعبة بتحبهم ملعبوش او يستحمل لك واحد تاني تقول له يوت رجعت تاني مين اللي تغير دماغك هتجيب لنا فلان ما تسيبوا سيبوا الناس ونشوف في الاخر ما تسفر عنه تجربته لازم ياخدها طيب مستر ريكاردو سوارش شكل الجهاز بتاعه اللي تم اعتماده تم الاحتفاظ او استمرار كابتن سامي امصان مدير كورة او مدير الجهاز وكابتن سامي امصان مدرب موريسيو فاش مدرب ويراول فاريا مطور اداء وبدرو جيم رايش مخطط احمال واخصائي فيسيولوجي وادوارد لوبو مدرب حراس مارما ولويس بيريرا محلل اداء الفرق المنافسة وهنا يتلاحظ يا جماعة انه يعني المهام متنوعة من ناحية الاحمال من ناحية الفيسيولوجية من ناحية تحليل الفرق من ناحية تحليل اللعيبة المعالجات الفردية للعيبة شكل تشكيلة جهاز متنوعة اقرب الى الصحيح تشكيلة اقرب الى الصحيح ولكن ينقصها حاجة اتمنى انهم يتم تداروكها لو لقوا الضلة بتاعتهم اللي هو اللايف كوتش او انت قلت ايه محلل فيسيولوجي لا سايكولوجي بقى انه يقول لي اخرج من الاحباط ازاي اخرج من الاو يبقى هو عنده المطور ده اول تدريب له لقطات من اول تدريب له النهاردة مع الفريق ده فقط على شاشة الاهل يا جماعة يعني برضو حيبقى نازل حنلاحظون المتحمس هو جهازه طبيعي خلونا بس نستنى ونتحمل مش معاول ماتش نطلق الاحكام سلبا او اجابا نهدى بقى شوية مش ضروري يبقى لنا رأيي النهاردة يعني استنى بس استنى شوية الحياة له كانت تصريحات مهمة من خلال السوشيال ميديا الخاصة بالنادي وصفحات النادي الرسمية قال انا ما بحبش اتكلم عن نفس كتير بفضل ان الناس تشوف شغلي في الملعب لكن انا واثق ان اللعيبة حيدوني كل اللي عندهم وده من واضح من علاقته فيهم قال ان احنا نعلم انه قدامنا جدول مزدحم جدا بالمباريات عشان كده حيكون من الصعب ان انا اغير الطريقة او اسلوب اللعب بتاعي في التدريبات فجأة او بسرعة لكن انا بوعد كل جماهير الاهلي انه حيكون فيه تحسن ملحوظ وواضح في اداء الفريق بعد الفترة المزدحمة بالمباريات ودي فكرة ان انت ما تنتظرش ان الرجل في دعاصة موسى هيرميها بكرة تلاقي الاهلي مختلف بيقول ان انا هاخد وقت ان انا افرض افكاري لكنها راعي زحمة المباريات وتوليها وايلا تحصل عملية ارتباك قال ان مدرسة التدريب البرتغالية معروفة وليها قيمة كبيرة في العالم كمان الاسبانية والايطالية والانجليزية والالمانية واكتر المدربين اللي انا بحبهم بيب جوارديولا وييرنجان كلاب وقال ان انا بالنسبة للجزيون ميرينيو احدى استفرة بالنسبة للمدربين البرتغاليين جي عند معشوق جماهير الاهلي بقى عشان تشوفوا منو الجزيه قال ريكاردو سوارش انا بحب منو الجزيه بشكره على كلامه عني في وسائل العلام انا اتكلمت معاه الداني معلمات مهمة جدا عن النادي الاهلي وعن جمهور النادي الاهلي وعن الشعب المصري الجميع يعرف الاهلي عندنا في البرتغال ويعرف الارقام اللي حققها منو الجزيه مع الاهلي والبطولات الكتيرة محليا وافريقيا اللي حصل عليها وانه قد ايه كان بيسعى دايما للانتصارات قال كمان جزيه قال لي الاهلي نادي كبير جدا طموحه كبير قوي وعنده جماهيرية غير طبيعية وجمهوره بيعشى النادي قوي قال ان هو اتكلم معايا عن ثقافة اللعب المصري امكانياته الفنية واخبارني بان اللعب المصري يشبه الى حد كبير اللعب البرتغالي كلمنا عن الظروف بالنسبة للمعيشة في مصر حالة التقس في مصر قال ان انا اتكلمت كتير مع بعض المدربين البرتغاليين اللي اشتغلوا في المنطقة العربية لكن بالنسبة لي كان كلام من والجزيه هو المهم والفارق قال ريكاردو سوارش ان انا جات لعروض كتيرة لكن اول ما جاني عرض الاهلي ما فكرتش في حاجة بسبب اللي انا عرفته عن حجم الجمهور العظيم اللي بيتمتع به هذا النادي وعرفت ان الاهلي عنده دايما مشروع واضح وبيسعى باستمرار انه يكسب البطولات وبيعتبر انه تدريب الاهلي بالنسبة لي شخصيا تحدي كبير قوي لانه اكبر نادف افريقيا قال ان فيه تشابه كبير بين اللعب المصري وبين اللعب البرتغالي على المستوى الشخصي والتكوين كمان من الناحية او طبيعة الناحية المهارية اللعب المصري من اللعبة الموهوبة اللي بياخدوا قرارات جيدة اثناء المباريات لكن بيحتاج لتحسين في النواحي التاكتيكية وهي المرحلة اللي مرت بها الكرة البرتغالية قبل كده وقال ان في القريب العاجل من خلال شغل مع الفريق هيكون فيه تحسن في هذا الاداء اتكلم طبعا انه شاف مباريات للاهلي ولكن الجزئية بتاعت انه عندك تعليق على انطبعاته ما انطبعات يعني كلها انطبعات انا قلتلك ان البرتغال مناخها الكروي قريب من مصر نظامها الكروي هم اكثر تنظيمة شوية لكن برضو هم يعترفوا القصور في بعض الامور وان المود واحد يعني العيبة هم مزاج لاتيني برضو اللي هو بيبقى سخن متفاعل مش حيادي قوي ومش محترف زيادة على زوجه ودي ميزة وعيب انك وانت بتلعب كرة القدم بتلعبها بشغف لكن مش بتلعبها باحتراف في كل الأوقات ودي عيب احد العيوب يعني شوف كل ما يقوله انا بالنسبالي حيبقى جوز يديني فكرة عن ملامع شخصيته ومش حكم علي دلوقتي حتى أول ماتش وعلى تاني ماتش إن لما لاقي ان اللعب في القالي مثلا في تطور بدني مثلا في تطور جماعي هو إيه اللي كان بيخلي لأن نادي القالي فرهد أي فرق فكرة الضغط وتلاحم الخطوط دي بقيتش موجودة حتى وانت بتستحوز بتستحوز بالمهارة الفردية بتاعت لعبتنا لعبتنا مميزين فردية فبيعملوا كده فلما بتيجي لحظة السرخاء بيستفيد منها الخصم لأن فيه فراغات كتير بيقدر استفيد منها ويعمل هجمات مرتدة ويسبب لك مشاكل لو قدرنا نبقى كومباكت أو كتلة واحدة ونستعيد بس دي عايزة للاقة عالية وزهنية عالية لو عارف يعمل كده يبقى حطي رجله صح طيب عشان تتعرفوا على ملامح شخصيته وطريقة تعاملوا مع اللعيبة لأن انتوا مش هتشوفوا طبعا تعاملاتوا جوة قط اللبس مع اللعيبة عاملة ازاي بس هنعرض لكم ازاي ريكاردو سوارش كان بيتعامل مع لعبة جيل في سنتي النادي البرتغالي اللي هو قال لما أنا استلامته كان مهدد بالهبوط كان عندي طموحين الاول ان انا استبقيه في الدوري ثم بعد كده اطور الاداة فقال ان انا في السنة الاولانية قدرت ان انا اععده في الدوري في السنة التانية وصلنا للمركز الخامس وده افضل ترتيب لهذا الفريق في تاريخه لكن كم بيتعامل ازاي جوة قط اللبس في معاملاته مع اللعيبة نشوف موسيقى 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 متفاعل يعني بينفاعل بشكل مدروس بسخانهم يا اخي خاتل عشان بيتك الخاتل عشان مشجعينك خاتل مش عارف ايه وحدت تعالوا بقى ايه احنا ايده واحدة ونهتف مع بعض فيبقى اللعيب ما خدش الزعيب بشكل شخصي لا خده بشكل تحفيزي مطلوب يا رب يطلع زي ما الكلام ده بيشير إليه لأن ده حيتبقى حاجة كويسة وعلاقته كمان مع اللعيبة تحسوا أنه فيها على قد ما فيها حب على قد ما فيها جد نشوفه اشتركوا في القناة ربما البعض ينظر إلى هذه اللقطة بشكل مختلف وانتقد إزاي اللعيبة يعني ترفع التكليف وترش عليه مية وتقطعم عليه المؤتمر طريقة أن ينبان كتلة واحدة ولحمة واحدة ساعة الانتصارات بالذات تحقيق الأهداف بتختلف فيه ناس بتشير مدرب تحذفه وفيه ناس تحذف المدرب في حمام السباحة ده كان تقليد مثلا في حمام سباحة الأهل كل ما يكسبوا بطولة يرموا الناس ده لسه تقليلا وعدم احترام ده بيقولوله يعني يا سلام تسلم إيدك وإحنا معاك وإنت مننا وإحنا منك يعني هو ده فنرجو كل اللقطات دي كلها ترجمة على أرض الواقع وفهم صحيح لها في مصر طب علاقته كانت بالجمهور عامل ازاي نشوفه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما فيش مدرم مش حارس على علاقته بالجماهير والإعلام زكان زاكي يعني ولازم يكون زاكي بس هي فين الجماهير اللي هتفاعل معنا عين هي دي النقطة اللي هشوفه دي مش جماهير دي مجميع يعني شيء اللي ممكن يتعرف عليه واحد واحد الجماهير الحقية اللي كان بصورة مسلماني في المدرجات واللي جابته مصر واللي وجمله هاش ويرز ماي بيبو هيوه صحيح ما قال كده يعني نتمنى مؤشرات عودية الجماهير بتادي تزيد عشان ينستقى حتى بتشتغل وهي عندها مش ضغوط ولكن تركيز مايقلش تركيزي أبدا إن فيه ناس عدالي في المدرجة بتتفاعل زي من أنت وانت بتعمل فيلم فيديو على مسلسل حيزاع في رمضان اللي جاي أو طالع كل يوم على المسرح تمثل ما عندكش طرف وانت على المسرح إنك ما تتفاعلش أو ما تعملش حساب الناس اللي قدامك دي إن ما دحكتش وانت بتقوله حتحس إنك مش لا دمك تقول عليه غير إنك تبقى بتعملها بينك وبين نفسك الحاجات دي عودة الجماهير خطوة من خطوات الارتقاء بالمستوى العام للكرة مصرية اللي أخشى إن إحنا لو سننا أكتر من كده بنبعد قوي عن إحنا الوقت نمرة ستة ما بينش عارفين نخش نمرة خمسة دي خالص فلو بعيدنا عن كده هنقول عايزين نخش نمرة عشرة هنحط تصنيف بقى لا يليق نتمنى ده إن شاء الله ريكاردو سواريش قال إن أنا سألت كتير من المدربين البرتغالين اللي اشتغلوا في مصر أو في المنطقة العربية شفنا واحد من أراء اللي اتكلموا أجوستو إيناسيو البرتغال اللي كان درب الزمالك قبل كده أتكلم في قناة المحور عن رأيه في تعاقد الآلي مع ريكاردو سواريش نشوفه عايزة عرف رأيك في تعاين ريكاردو سواريش هو في آخر فترة هو عمل شور كويس جدا في البرتغال هو كان عمل من الفرقة اللي هو بيشتغل معها فرقة كويسة جدا حتى في العيبة كتير منهم في المنتخب البرتغالي وطبعا هو حين في البرتغال كانت حاجة جميلة جدا أنه في الفترة ديت بعد ما يبقى داخل على فترة جديدة يجيلوا العرض الكبير دوت من واحد من أكبر النوادي في أفريقيا ويكون رايح الأهلي واحد من أقوى النوادي في مصر وطبعا ديت فرصة كبيرة جدا بالنسباله وأظن أن كوتش ريكاردو سواريش هيعمل شغل كويس جدا مع النادي الأهلي طبعا أنت تتوقع نجاحه مع الأهلي كوتش أنا واثق في كده واثق أنه هيعمل شغل كويس جدا النادي الأهلي طبعا هو طبعا دايما بيكون البطل في مصر وطبعا في أفريقيا كلها طبعا كوتش هيعمل معه شغل كويس جدا حكتين مهمين جدا جدا في هذا الحديث أولا أنه اللي تخصنا أنه أناسيه بيمتدع قدرات شغل وبيتنبأ المتفائل أنه هيعمل حاجة مع النادي الأهلي النقطة الكفاعل الجايين مبنيلوا على النقطة الثانية اللي عايزة أتكلم فيها اللي للأسف قطاع نسبه زورا إلى النادي الأهلي أنا بيقول لك والأهلي بيعمل مدربين كون ناسي يقول لك النادي الأهلي والبطل الدام هو اللي يعني أي مدرب بيجي النادي الأهلي بيشعر أنه نقلة نقلة في حياته الشعور دا بيجي له منين هلا أن النادي الأهلي بيساعدوش أنه يعمل كارير هو دا المعنى أنه بيعمل مدربين أنه بينجعك بيهيأ لك الفرص اللي مش هتلاقيه عند غيره عشان لو أنت بتسعى أنك تعمل في سيفي بتاعك تحط بطولات وتعد أرقام يبقى هو النادي الآن هو دا المقصود أستاذ إبراهيم الأهلي صانع للمدربين لأنه بيدي لهم الفرصة اللي محدش غيره يقدر يديها لهم بنظامه بتقاليده وبعرقته بما ينفقه بما يدعمه بعدم التدخل بحاجات كتير جدا وانضباطه إنك تنجح والأهلي بيقدمه مش للمدربين بس دا بيقدمه للعملين صحيح أي واحد يشتغل في النادي الأهلي بيجد صعوبة إنه يشتغل برا النادي الأهلي على المستوى الإداري يعني كام واحد مدير في النادي الأهلي يشتغل في أنداد برا ما حدش يكمل سنتين يا منه يا من النادي اللي راح لأن أنت رايح النادي شايفك في الأهلي عايزين بقى اللي بتعمله في الأهلي أنت بقى كنت مستند إلى أدوات مش لقيها إنك أنت بتديني كل الصلاحيات وتحسبني بتكتشف إن 100 واحد بيتدخله في شغلك مثلا مثلا يعني أو ما فيش إمكانات أو مش زي ما فيش النظام نظام العمل مش هو دا اللي عايز أقوله فمش بس المدربين أنت رب شغل جوالنادي الأهلي بيبقى صعب عليك تشتغل برا على فكرة من خلال النادي الأهلي بالنسبة للبرتغاليين كان منول جوزي يا جماعة الفاتح الأكبر البرتغاليين معروفين دايما هم أصعاب الفتوحات الكبيرة في العالم لكن منول جوزي أول مدرب برتغالي يشتغل في مصر 2001 شوفوا من بعد من بعديه عشرات المدربين البرتغاليين اللي عرفوا طريقهم للكرة المصرية في كل الأنبية سواء بنتكلم على توني أوليفيرا في الأهلي بنتكلم بعد كده آخرهم جي كارلوس كيروش البرتغالي للمنتخب ثم عدد كبير من البرتغاليين في الزمالك وهكذا نهاية تم بريكاردو سوارش في الأهلي كابتن أحمد شوبير الحياة اهتم بنقطة مهمة بسيرو آه بسيرو لا مش برتغالي بسيرو برتغال آه جي بسيرو آه كابتن شوبير اهتم بنقطة مهمة الحقيقة عن الجهاز الفني الجديد نشوف رأيه ايه في الجزئية دي ركز مع اللي أنا هقولولك ده لأنه مهمة أوي عشان تركز مع الأعمار سوارش عنده 47 سنة أما موريسيو فاز اللي هو المساعد الأول ليه هو ليه هو عنده 39 سنة موليد 30 سبتمبر 1982 هو الرجل التاني دائما وأبدا يعني عمره مكان مدرب أول يعني اشتغل في أنديت فيزيلا تشافز ديبرتيفو أفش أكاديميكا كويمبرا سبورتين كوفيلا هو انضم لسوارز من 13 نوفمبر 2020 لحد ما أنا هتعاقد قبل أيام قليلة اشتغل معاه في تشافز وبعدين جيل فيسينتي وخلص موجود معه في النادي الأحلي مدرب الأحمال خلي بالك بقى خلي بالك خلي بالك كويس بدرو جيمارش أو جيمارش ده عنده رخصة تدريب بيه من الاتحاد الأوروبي موليد كان بقى باشا موليد 12 مئة وتسعين يعني عنده 32 سنة 32 سنة بالتمام والكمال وشهر يعني ده ده كان مدرب أحمالنا شيف فيتوريا جيمارش تحت 17 وتسعتاشر وبعدين مساعد في فيانينسي وفي عدد من الأندية يعني وبعدين مسك مدرب أحمال لمنتخب البرتغال تحت 19 و20 سنة لمدة سنة رؤول فاريا محلل الأداء عمره كم سنة رؤول فاريا عمره 38 سنة موليد مايو 84 كله جهاز صغير في السن اشتغل في عدد من الأندية وكان معه برضه في قصة النجاح في جيل بيسنتي مدرب الحراس برضه 35 سنة هو اشتغل في الريديف لفيتوريا جيمارش من 18 حتى دسمبر 19 وبعد كده انضم للمدرب ريكاردو سواريس ثم أخصائي في سيورجي الحياة ما عندناش اسمه لحد الوقت لكنه ده تم وجود وخلاص تم توقيع العقد يعني هما موجدين من بكرة يعني من النهاردة بقى شغلهم في الملعب من اليوم وهما يعني ما رديوش روحوا بمباراة الاهل واسموحة عشان ما بقاش فيه هزة يعني الاتفاق بدأ امتى قبل مباراة القمة وبدأ يتابع من مباراة القمة شاف الزمالك وشاف المحلة وشاف بيرامز وشاف سموحة شاف كل مباراة دي غير يعني السيديهات اللي بيتفرج عليها هو تاني افضل مدرب هذا العام في البرتغال مصنف انه من ضمن افضل مدربين اللي بيشتغلوا في ظل ظروف صعبة وباقل امكانات لكن عنده امكانات كبيرة جدا في النادي الاهل الكلام اللي بيتقال انا بقول لك كلام اللي بيتقال احنا لسنا شوفناش انه متخصص انه بيطور اللعيبة عنده تدريبات تخصصية بيستخدم الوسائل العلمية بيعتمد كتير جدا على الجهاز المعاون دي المعايير اللي كانت شركة كرة القدم في النادي الاهلي ومعها كابتل محمود الخطيب عايزين مدرب بالشكل ده طيب السماء الواضحة اللي ركز عليها كابتل شوبير وهي سماء مهمة جدا صغر السن ابتداء ان هو اكبر واحد في الجهاز عنده 47 سنة وكلهم تحت التلاتين بقى في التلاتينات بقى تحت الاربعين تحت الاربعين في التلاتينات دي مؤشر له معنى ما انت عشان تبقى محلل في السن ده يبقى انت واخد بالاسباب يبقى انت مؤهل علميا مش هاخدك لان لو ااخدك بالخبرة ياخدك كبير اي اذا او ااخد جهاز اهم واحد في رأيي واعلى سيفي فيهم بتاع الأحمال لانه جاي من المنتخب القلوم منتخب القلوم بدا كنز المواهب بتاع البرتغالي اللي بيتاخد منه احسن لعبة العالم ومش سهل انك تبقى مخطط احمال في المنتخب الولمبي البرتغالي اللي اذا كان عندك من العلم هو يعني واخد الشهادة بتاعته بيقولك من الاتحاد الاوروبي كمان مؤشرات بتقول الناس دي بس الناس صغار تقدر تشتغل وتقدر تشتغل وقت طويل ومجهود يعني ونتمنى ان احنا نشوف تأثير كل واحد فيهم على الفريق طيب ريكاردو سوارش بيمثل نعطى او نموذج لمدرسة جديدة في التدريب للعناصر الشابة اتكلم عنها ميدو نشوف مين هو ريكاردو سوارش راجل من المدربين من الجنريشن الجديد او من الجيل الجديد المتطور في المدرسة البرتغالية مدرسة التدريب اللي هي فيها توازن اكبر اللي هي شربة شوية من الكرة الاسبانية اللي هي بيعرف يدفع في الملشات الكبيرة بشكل كويس ولكن في نفس الوقت لما يمسك فرقة كبيرة بيعرف يلعب كرة وهنا عايزة حي اللي تفاوض معاه اي مدرب انت ممكن تجيب مدرب كبير وينجح او يفشل مش هيدي قصتي لكن انت ما تركزش على السي في وده مهم جدا وتركز على المدرب الصغار في السن اللي صاحب مدرسة تدريبية متطورة وفي نفس الوقت مدرب صنع انجاز مع فريق اقل من المتوسط هنا اقولك ان الناس اللي اشتغلت في الملف ده في النادي الاعلي ما كانش همها منظرها ولا المنظرة لان اقسى الحاجة في الدنيا وانا بتفاوض على مدرب او ان انا ببحث التعاقد مع مدرب ان انا ريح دماغي واجيب مدرب السي في بتاعه كبير فالسي في بتاعه كبير الكبير ده يشيل الدغوط من عليا انا حب كده خد مخاطرة على نفسك طالما ان انت مقتنع الرزق في الكرة كويس فالسيرة الذاتية لا تضمن لك النجاح طيب ولنرجع تاني فكرة هو سيرة ذاتية ولا القدرات والامكانات بس انت عشان تعرف القدرات والامكانات لازم تقرب جدا زي ما احنا بنعملكوا كده عملين التعالقوا علاقتوا بالجمهورة علاقتوا باللعب علاقتوا بالمدربين علاقتوا مش عارف بايه للتعرف عليه هو ايه اللي خلى مجموعة العمل سواء شركة الكورة او لجل التخطيط او الكابتن الخطيب يقتنعوا ان الراجل ده هو اللي يستحق لياخدوا المغامرة المحسوبة معاه يعني كل قرارات اختيار مدربين من اول فيلر منتطالع موسيماني كان مفاجأة فيلر كان مفاجأة المدرب ده كان مفاجأة لان ناس واخدانا في سكة العباقرة اصحاب السيار فكرة انك تجيب العيب زي ما تجيب العيب بالدرجة التانية لسه ما تنجمش بس انت شايف ممكاناته يوم يلعب جعان جعان نجاحه جعان كورة وعايز يعمل ارشين بسرعة وعايز يعمل جماهري وعايز فمتواضع ومخلص يكسر الدنيا لان كنت اخترته بمعايير صحيحة استاذ ابراهيم كنا بنتكلم دلوقتي وميدو بيتعرض على حضراتكم ان كمية الحوار مع الراجل ده بالكونفرنس بالزوم كونفرنس الفيديو كونفرنس كانت كتيرة جدا على مدى الايام من اول ما ترشح وابتدى يلفت الانظار وابتدى ناس توصي ان هو ده ضلتكم لان فيه الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي ان نهم لاحراز النجاحات وانه مع نادي الاقل ممكن يعمل هذا الكلام عنده الشخصية وعنده الملكة اتعامل معاك كمية حوارات مش هنقول تفاصيلها لكن وصلت الادارة متخزة القرار انها تبقى تاغد المغامرة بقلب قوم ده كان كلام مهم جدا في التعرف عليه على افكاره على طموحاته على شخصيته على سماته على تكوينه على ثقافته على لغته على حاجات كتيرة جدا استقرت من خلالها مجموعة العمل في الآله على هذا الاختيار اللي اشاد به ميدو واللي تكلم عنه كمان ابراهيم فاي نشوف الاحترام والتقدير لفكرة التجربة في حد ذاتها مما لا شك فيه ان هذا القرار ليس سهلا على اطلاق ليه زي ما انت شايف السيرة الذاتية مش قوية للدرجة اللي انت تقدر تقول انه الرجل عامل اسمه عالمي اوروبي وبالتالي هي مغامرة لها مخاطرها ولها محسنها ايه محسنها انه الملف ده على مدار اتنين مدربين اكد الكابتن محمود الخطيب ان كان له رؤية هي التي مع كل الرهانات هي التي فازت في النهاية طب ايه السلبيات السلبيات انه زي السلبيات اللي طرقت على فيلر في الاخر اللي هو بدأ يقير اصل البيت اصل الاسرة اصل حاجات اللي شبه كده وان كانت الحياة في مصر الناس كلها عارفة ان هي حياة مريحة ولكن هو بيبقى على صعيد المطشط بتاعت افريقيا والحاجات اللي شبه كده والامر بالنسبة لهم احيان بياخد وقت قد لا يحدث نوع من انواع التوافق عليها او بمعنى صحيح ما يدرش تأقلب عليها بالاضافة هو جاي اللي نادي لا انت جاي على فرق بتاخد بطولات فانت جاي هتكمل هتكمل الموضوع الدولاب مليان هتزود فيه اللي ما بعملش حاجة تانية غير كده عشان ما يبقاش بس فيه جابة ما بين فكرة التوقعات وفكرة المنتظر دايما مشكلة فرق التوقعات انا بحب المغامرات يعني انا بحترم القرارات اللي بقى فيها نوع من انواع المخاطرة لانه القرارات السهلة دايما مش ليه طعم كاني كلمة المغامرات تبدو كأنك انت فيه جامل فيه نوع من المقامرة لا المغامرة المحسوبة انك تدرس قوي تتوسم بناء على امكانات حقيقية موجودة ان ده ممكن يعمل كده بس الناس مش عارفة هي دي المغامرة المحسوبة فنتمنى تبقى مغامرة قياساتها سليمة ومحسوبة صح وان شاء الله ما تخافش على الاهلي مع بداية هذه المرحلة الجديدة اللي قدمنا لكم فيها المدير الفاني الجديد ريكاردو سوارش بكل طموحاته وحتى رغباته تقدير الجمهور الاهلي وده الكلام المهم اللي نقشناه في الفقرة اللي فاتت يا جماعة الاهلي محتاج هذا الجمهور الكبير العظيم في ظهره باستمرار عندك تحفظ على الأداء زعلان من أخطاء اللعيبة غضبت بسبب نتيجة هذه المباراة طبعاً وكلها عواطف مشروعة جداً وإلا ما كانش يبقى ده إحساس جماهير النادلال لكن على الناحية التانية ما هو الاهلي محتاجت في جنبه في وقت العصرة والكبوة أكتر من وقت الفرحة هي دي كانت رسالة الفقرة اللي فاتت لجمهورنا لكن يبقى هناك كلام كثير بي بعض متلسانه سموحة درس أم عقوبة هو درس حقيقي للعيبة والعقوبة كمان على ضياع الفرص تكرار الأخطاء ثم الظلم الحقيقي الواقع على الأهلي لأنه يكف أن أنا هقول لكم إحصائية بسيطة جدا تشوفوا حجم الظلم الحقيقي اللي واقع على الأهلي كما لو كنت أنت بتعاقبه لأنه متفوق وبيلعب في أفريقيا فقط السنة اللي فاتت ضيعت عليه الدورة عشان بيلعب في أفريقيا يرجع لك من أفريقيا خد عندك تروح مديله جدوى المضغوط ما يلحقش يتنفس ما قالك حسين لبيب وأحمد مجاهد واعتقد حسين لبيب قالك حسين لبيب وحنا نستنى فنستهلكوا أنتوا عارفين يا جماعة طبعا متفقين على الأخطاء الفردية الفادحة والكارثة اللي وقعت من بعض اللعبة أو كتير منهم من بارح وده لازم أن هيبقى محل اهتمام من الجهاز الفني لكن في المقابل في المقابل لما يكون بلعب فرقة آخر 17 يوم لعبة مباراة وأنا لعبت 6 مباراة أنتوا شايفين فرق الحمل البدني عامل إزاي سموحة آخر مباراة لعبها كانت 17-6 مع طلاع الجيش عارفين قبل 17-6 كانت مباراته مع أمبي في 28-5 يعني ريح بالضبط 19 أو 20 يوم عشان يلعب مباراة مع طلاع الجيش في المقابل بقى أنت في خلال فترة 17 يوم اللي هو لعب فيها ماتش واحد كان قبل منه عنده 20 يوم راحة أنت في المقابل لعبت كم مباراة لعبت 12-6 مع المصر بالسلوم ولعبت 15-6 مع أسرن كامبني ولعبت 19-6 مباراة القمة مع الزمالك كلها 3 أيام 12-15-19 مباراة القمة مع 19-6 مع الزمالك لعبت 22 مع غزل المحلة لعبت 26 مع بيرامنس بصوا حجم المباراة ثم اللي عبت سموحها 29-6 في 17 يوم 6 مباراة مقابل مباراة واحدة للمنافس شي طبيعي جدا أنت تلاقي فيه فوارق بدنية في الملعب شي طبيعي جدا أنت تلاقي إصابات عندك مش مقابل مباراة ده من هذه المباراة فيه 15 يوم يعني المباراة دي من 4 أيام ممكن لكن ده هو مش بس الإرهاق مش بس الراحة ده أنت بتعمل للأهلي معظم الفرق عندها هذه الرفاهية عندها هذا الوقت فبيعمل فترة إعداد خاصة بالأهلي أيوة يدرسوا يعمل راحاتوا يستشفي يسترد الإصابات اللي عنده يتمرن على التكتيك اللي حيلعب به يعد يتفرج على اللي حيلعبهم دول مين عارف أمتى بيردوا أمتى بيروحوا أمتى بيجوا فأصبح كل الفرق بتلعبك زون ديفنس ومتكدسين وهجمة مرتدة فمع دراسي بقى ليقولك وحنا درسناه وبنضغط المفاتيح اللعب وبنضغط مش عارف على الأجناب ولا غينة مش عارف كل مدارب من حقه يقول له هو عايزه ساعة الفوز يعني صحيح إنما أنت 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 داد زارف أنت بتابني فيه طب لقوا بني بيزروه فيك لا يا حبيب ورغم هذا ما من مرة الأهلي لا يحقق فيها هدفه إلا تبقى بسبب سوق البخت اتنين سوق القرار أنا لعيب ممرر وأنا مش تحت ضغط فأغلطي سبب فيهدف سبع ثمان مرات تتكرارت غير مقبول وخصوصا أنا لما أكون أعاني من التلاحم وأعاني من الإرهاق بس سهلة إيه المشكلة إن أنا يعني أطف شكورة فاضل ثواني ما أطف شكورة طبعا الأخطاء لا خلاف عليها بس إحنا بنتكلم يا جبعة الأخطاء دي حصلت لي خلي بلا تنبتيجي توقف توقف كرة وتهرى من تحت رجلك ويتكرر الأمر أربع خمس مرات أو تيجي تباصي ما فيش بتباصي ليه لجنبك فتباصي له كرة بطريقة إنه ما يلحقاش ده عدم تركيز ده عدم قدر على التجهيز تركيز ده أنت مرهق إلى درجة ده أنت مرهق إلى درجة ده أنت زهني برضو ومش كل يوم إحنا مش في كل اللحظة وإحنا بتركيزنا الكامل أصلا جماعة أخطاء التمرير دي لأن الناس حتى أفوارد فيها أي حد لو لعب وباصة هيباصيها أحسن من الباصة اللي تباصة من أكتر من لعبة دولية كبيرة مش نعص مهارة ده مش معناها إنهما ما عندهمشوا مهارة لا مش نعص مهارة ده نعص ده أخطاء لحظة تركيز أه أما تيجي تقع في الكرة تأمشي من تحت رجلك ده معارة لأ طبع ده تركيز مبصتش على الكرة أنت خلاص كده هي جايلك بالإحساس بتعمل كده لكن إنت لو بص على الكرة دي حتسني دي حتزق هبص ضبط فمش هتغلط الأخطاء دي آآ عدم التركيز برضو صاحبه مسؤول عنه لأن أنت لما تبقى مجهد ما تجينش نفسك بقى أهو أنا معرفش هل أنت بتنام كويس هل أنت بتاكل كويس أيوة بتاكل كويس يعني إيه تأصيرك أنت كلعب كويس يعني إيه مش يعني بتشبع وتملى بطنك بتاكل الأكل ما يزودش وزنك أو ما يدي لكش حاجات في جسمك تعرقلك ده تأصيرك أنت كلعب أنت بتستعد إزاي وانت في ظروفك اللايف ستايل بتاعك حتى يومك بتستعد إزاي وانت ظروفك مش في أحسن حال ما أنت عايز تعمل لها برنامج مضاد هل ده معمول هل ده ودي النقطة لأنا كنت بلوم مسلماني عليها ما تسيبش الفرعة كده لأن الحاجات دي بقى أنت ما فيش تعليمات وما فيش مراخبة عليها تعارف في مناسبة اللايف ستايل وده كلام لللعيبة لأن الجمهور هو غضبان من اللعيبة خدوا بالكم اللعيبة كمان لازم أن تحافظ على نفسها أنا بتحضرني كلمتين لصديقنا العزيزي كابتن أسامة حسن أسامة قال أنه كان هو وبوتريكة هو واق الجمعة ما عرفش مين تاني من اللعيبة لما منو الجزيء عمل التبرين الصبح يتمرانه ساعة تسعة الصبح قال لي كنا بنصلي الفج بتصلي الفج والطرق يطلع على النادي عايز يستفيد من الشوارع فاضية والسكة سليمة فبيوصل للنادي من الشيخ زايد من مدينة ناصر ملايح حتة في عشر دقايق الدنيا فاضية فما بيجهدش نفسه في زحمة الشارع قالك بنوصل للنادي ندخل لنام لنا ساعة يريح في الاستراحة وقالك يصحين عم حارس أو حد من العمال مجهز الفطار نفطر ونشرب حاجة ونربط بقى وننزل على التمرين بص اللعب اللي صح يصلي الفجر ده وراح النادي الفجر ده نايم الساعة كام مبدئيا يعني نام بدري ريح جسمه جدا مش عايز يجهد نفسه قبل التمرين في زحمة الشارع والمرور وغيره هنا ده اللايف ستايل ده سلوكك اليومي وحياتك ازاي تقدر فعلا تحافظ مع كل الضغوطات وكل الظروف وتوالي المطشاط ازاي تحافظ على عضلاتك وعلى نفسك ده الجزء الخاص باللعب لكن كان الجزء الخاص بالجهاز الفني انه بيعملهم تدربتين واحدة منهم عشر الصبح ليه؟ عشان يجبروا وانه ما يسهرش بالليل اجيبك بدري يا أستاذ إبراهيم تخيل انا عمل باستعرض احنا عايشين وقت الهواية في السبعينات والثمانينات اللعبة كانت أكثر احترافية كان بتنام في الاصطراحة الاصطراحة دي كانت لازم تجهز كل واحد له سريره بالفرشة المخصوص بتاعه والقازم يكون لانه عنده يوم كامل ما كانش بيروح فكان بيرايح في الاصطراحة ويخلص التدريب يعمل ايه؟ يقعد في النادي لحد ستة سبعة يروح يبتدي يفكر اذا كان هيروح بقى يتعشى ويروح هيروح عنده حاجة الكلام ده اليوم ده كان يوم هو داي يوم محترف ده لا يحدث الان ولن يحدث لانك انت بقى وقتك كل ثانية فيه انت بتعمل حاجة يبتعمل حاجة تجيب لك فلوس يبتعمل حاجة بتقضي بيها مصلحة يبتقضي بيها وقت مع عائلتك اللي ما بتشوفهاش نتيجة كسافة المطشاط يعني بقى صعب انك تقضي اليوم ده في النادي الاهلي ولذلك كان معظم زجاجة اللعيبة من النادي من جوه النادي لان وقت كتير في التعارف بتشوفه في الأسر وبتشوف اللاعبات الفرق وبتشوف في التعوية النهاردة ما بتشوفش اللعيب في الجنينة يعني أنا قلتا يحدث هذا الآن مثلا في لعبة الفولي تليم أسرة مع بعض البسك إنما فكورة لا علاقتهم بالنادي التمرين واجري اجري اجري زي ما بقولك هو أنا حتى الألفة مع النادي فيه هنا أنا عازر ده مش مش إهمال ولا تأثير إنك أنت الوقت المتاح لأسرتك بقى مش موجود نتيجة سفرك الكتير متلاحم ومعشكراتك ما أنت كل ماتش قبلها بالبيت برة عمليه شقة طب خليني معك في القضية المهمة ما هو الأهل لن يتوقف عن المشاركة في أفريقيا إن شاء الله لكن إزاي هنفضل نتعامل مع أي فريق يشارك في أفريقيا أو خارجيا بهذه المعاملة وهذا الجدول ده هيتكرر أنت بتتكلم في الظروف اللي احنا بنتكلم فيها قدت إلى أنت يكون مستواك مجد وعندك كمية إصابات غير طبيعية طبعا الغيابات كتيرة جدا اللي بيرجع حتى واحد زي عالم علول أنت لعبته وهو مش مكتمل للشفاء مؤكد فاشتكى بسرعة لأنه محمود وحيد كمان مصاب بلاش الشفاء الجاهزية الجاهزية وعدم الجاهزية بيخليك تصاب طبعا فالضغط ده على حساب مين ألعب ست مطشاط أو سبعة مطشاط الإخوة بقى بتوع اللي بانت تكافؤ الفرص عايز أعرف رأيكم إيه في أن أي فريق في المنافسة أو في المسابقة ياخد كل هذه المدد البينية بين المباريات وفترات الراحة وفريق يلعب ست مباريات مقابل مباراة لفريق منافس فيه انت تكافؤ الفرص ومحدش يقول لي ما احنا أجلنا لك ما أجلتليش طرف منك ولا هبة ولا منحة انت أجلتلي علشان أنا كانت عند مشاركة مهمة برضو ما أستاذ إبراهيم هي المنطقة اللي بيشتغلوا معها عشان تحرم مش أنت قلت طيب يشرب طيب أنا أعمل إيه أنا قلت إيه ولا أشرب إيه ولا أعمل إيه هلأ برضو يا جماعة وإحنا بنخطط أو بنفكر نطالب الناس اللي بتخطط للكورة بنهديهم فقط مقارنة بسيطة الفترات اللي منتخب مصر خد فيها ثلاثة كاس أمم وحسن شحاتة كابتن حسن شحاتة عمل هذه الانتصالات الكبيرة في بطولة أفريقيا والنادي الأهلي كمان كان عنده هذه الجاهزية والقوة الكبيرة مع منو الجزيه الدور كان 14 نادي ولما زاد بقى 16 ده كان بيدي شوف بيختصر عدد أسابيع قد إيه كنت بتشارك في أفريقيا زي ما بتشارك دلوقت والمنتخب بيلعب زي ما أنت بتلعب دلوقت بس كان عدد الاندية أقل 14 نادي يقوف تقريبا يمكن في 20 عشر زاد لـ 16 بس 14 أو 16 كانوا ممكنين الاندية إن تاخد فترات راحة إن تعمل معسكرات إعداد إن المنتخب يقدر يجمع لعبته كلام ده دلوقتي مش موجود لأنه تحاد الكورة وهو بيعلن دلوقتي إن الدور الجديد هيبدأ في أكتوبر بطولة أفريقيا دور الأبطال ولكم فدراليا هبدأوا في الأسبوع الأول من 9 والدور بتاعنا هيخلص 30 أغسطس يعني عندك خمسة أيام فاصلة بين موسم وموسم خلالهم لعبت الأهل والزمالك في دور الأبطال وبرامز وفيوتشار في الكون فدراليا هيستعدوا لبداية دور الأبطال والموسم القرق والمنتخب في سبتمبر هيلعب المرشين بتوع ملاوي يعني بقية اللعب الدوليين هيكونوا في معسكر المنتخب فين الفاصل فين الفاصل مش الفاصل بتاع البرنامج فين الفاصل بين المواسط فين اللي حاصل ده يا جماعة وبعد كده بنشتيك إن اللعيب ما بيصخحش أخطاقه أو مجهد بهذا الشكل الأهل هيدخل في نفس الديلامة تانية باش مانتس شوفوا أنا صريحة منك لما جيبت سيرة الكابتن حسن شيحاته لأن الكابتن حسن شيحاته ما بتكلمش عليه كلاعب كمدرب كيف جاء إلى منتخب مصر سي في مش موجود إلا مع الدرجة التانية صعد المينيوم صعد الشرقية وصعد المعولين صعد المينيوم والموسم ده غرب خرج الإسماعيلي والأهلي متكسب وكسب السوبر من زمالي وهو درجة تانية طيب أنت على الورق لو أنت راجل اسمه مستر جورج وبتختار هتقول إيه أجيب مدرب درجة تانية يمسك متخب مصر مكان مين تاردلي الإطالي الإطالي اللعب الفز ده اللوعة إطالي اسم كبير أنت بتشيل واحد يجيب واحد بالدرجة التانية مدرب لفرق درجة تانية كلها نجحته كلها مع فرق الدرجة التانية ولكن رهان محسوب رهان محسوب ومغامرة مدروسة عشان يحقق ما لم يحققه أحد باستغلاله بقى زي نادي الآن المناخ الطيبة الذي كان يحظى به المتخب القومي والاهتمام من كل الأطراف عشان يكسب بلعيبة جهزة مقدمة إليه في أحسن حالتها الفنية والبدنية عمل هو بقى بشخصيته الجميلة الهرمونية وبحياده وبعدلته وبمعيار إمتى يبقى صارم وإمتى يبقى محتوي عشان يحقق الأرقام القاسية اللي يحقق إذن نرجع تاني لفكرة أنت بتتوسم إيه عشان تنتظر إيه مشي السي في كل حاجة هل القائمين على الكرة وهما بيفكروا يخططه طبعا الموسم ده خلاص انت بدأت الموسم أن أنت هتنزل ثلاث أندية فمش هتقدر تغير هل في خطة أنا عارف أنه الحاج عام الحسين عنده مخطط لهيكلة المسابقات هل مجلس دارة الاتحاد عنده الجرأة على الجمعية العمومية غير المعنية بالدورة الممتاز لأنه الأندية اللي هتعترض الدرجة التانية والدرجة التالتة إلى تخفيض نرجع نبقى 14 فرقة قوية ويقدر يعمل قسم تاني قوي جدا برضو من 14 نادي ويبقى عندنا المسابقتين بنفس القوة يشيلوا الكرة المصرية هل ده ممكن بص أنا رؤيتي وشايف أن ده على الأرجع لحيتم أنت السنة الجاه هتلعب دور المجموعتين بالنظام المتفق عليه ما فيش هموت هتضيف اللي طلعه وحتقسم السنة الجاه الآن ها السنة الجاه الآن الموسم اللي جاي يعني السنة ده مفيش هبوط أنا بقول لك فيه هبوط خلاص هتجي عايز تعمل نظام هتفعب 3 وتنزل 3 بقى نه 18 زي ما ممكن يتم كده وممكن يزوده بس أنا بقول لك إحساس يعني أصل دي ربما تحل لك مشاكل محتملة لو لقيت أندية ذات شاء في الحتة الخطر دي ربما يكون ده حل بس أنا بأتكلمك لإدراكي بالزهنية اللي بنتعودين عليه لكن اللي أحسن لو أنت عايز بقى الصح هاوي طلع 3 ونزل 3 وعمل دور مجموعتين 9 و 9 هتلاقي الموسم بتاعك ده خل زي الحلاوة في وقت قياسي أنا بقول لك هنفكر بعض أنت مش عقبك كلامي ربنا حيين ربنا حيين ربنا حيين إن شاء الله واحد من تجربة الكابتن حسن شحاتة ومستر مانويل جوزي كان عماد متعد من حبات الجيل الزهبي للأهل وللمنتخب رأيه إيه بعد عماد بعد هزيمة الأهل من سبوحها ورأيته لهذه المباراة نشوفه كان فيه فرص كتيرة جدا للناد الأهلي يعني للناد الأهلي الممكن ناس صغرب من اللي هقوله أول 30 دقيقة للناد الأهلي هي أفضل 30 دقيقة للناد الأهلي من فترة طويلة جدا ضغط واستحواز وفرص وفرص ضائعة طبعا بيحسب على الناد الأهلي إنه ما بيترجمش ده بقى لها أهداف لكن الكرة التانية كان بيأخدها في ثانية لكن الأخطاء الفردية والأخطاء أنا بالنسبة لي أخطاء سازجة سازجة والله يعني مش طبيعي إن انت هتفضل تضيع 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 ده والمنافس اللي قدامك مش هيسجل لا هتقابل من نفسين هيسجله وهتقابل من نفسين هيسجله فرصة واثنين وتلات يحسب لسموحا إن التلات فرص اللي يجولوا في بداية المباراة سجلهم بتلات أهداف النادي الأهلي جاء له أكتر من فرصة في الشيط الأول وفي الشيط الثاني سجل منهم هدفين لكن النادي الأهلي لو كان سجل نص الفرص اللي جاءت له النهاردة كان نكسب المباراة وده لي بقوله لك ناس كتير راضي عن أداء النادي الأهلي وخصوصا في الشيط الأولاني الشيط الثاني شهد أرقام قياسية من الفرص بعد ما دخل فيك الثلاثة أهداف لكن أنت تنهي الشوط الأولاني في دقيقة 45 داخل فيك هدف وتبتدي الشوط الثاني في دقيقة 47 داخل فيك هدف دي مش ممكن والهدفين بخطائين لا يمكن يحدثوا يعني ما لهمش ضعب المباراة أنت اتكلفت في عشر اتنشر دقيقة وأصبحت عليك أن تعاني ورغم هذا من كتر الفرص اللي قتيحت ناس كتير جدا كانت متفقلة بين النادي الأقلي مش هيتعادل حيكسب هو الوقت 34 محاولة منهم على الأقل 12 محاولة ممكن تترجم نصهم لأهداف تقلق طبعا كل اللي أنت لما الدنيا بتقفل معاك غالبا ده اللي بيحصل تجد الحارس المرمى يطعام لك ويبتدي يجيله لا كمان في إهدار الوقت لأن الحال هاني سليمان يعني أي حكم مفروض قبل ما يبدأ يقول له بص في عشرين دقيقة وقت بدل ضايع لهاني سليمان ضايع براحتك بس أنا عندي عشرين دقيقة غير معقولة وهو بيهدر الوقت بكل الإهدار ده تعرض المرمى في آخر سبع تمن دقيقة لخمس فرق حقيقية فرص حقيقية يعني أنت قبل الجنما يجي فيه فرصة يعني ثلاثية الأبعاد وبعد الجنما جيت كان عندك فرصتين زائد أن كل الاحتمالات اللي كنك أنت يعني داخل فيك ثلاثة جوان وفيه شك كبير جدا أنه ليك دربتين جزاء واحدة منهم ما فيها الشك لأن هما بيحللوا من زاوية تبني أنه ما فيهاش حاجة زي برضو البينة اللي علينا بتاع بيرامز عملين يحللوا من زاوية نتباين أنه فيه احتكاك لما جات بقى في الصياق الطبيعي من زاوية الثانية رامي ما لمسش عبدالله السعيد خالص وزاق دي الشادة بتاعة رمضان صور هل تقول للفار يا كلاتنبرج ده ها يكون جاي فعلا يصلح وكون عنده يعني من الشفافية أنه يكون راجل دوغري بس هنرجع لكلاتنبرج واللي مطلوب منه لكن الخطأ بتاع رامي ربيع أشار ليه كابتن فاروق عفر الحقيقة في التحليل لأنك فكرة أنه أنت بتدخل الكرة في قلب نص الملعب فيحصل الخطأ والمنافس يستغله الكابتن فاروق الشرق ليه نشوفه يعني أنا شاف المباراة النهاردة كانت البداية النادي الآلي في الاستحواز والسهيطرة وفجأة يسقط رامي بشكل كبير جدا أخطأ الخطأ ده ده النادي الآلي دفع تمنه بشكل كبير أو بقيت المباراة النهاردة النادي الآلي شوت الأول خسر والشوت الثاني كسر يعني الآلي أول شوت كان خسرين التن سفر الشوت الثاني الآلي كان كسبان التن واحد النهاردة النادي الآلي من بداية المباراة السقة اللي كانت زيادة على الزوء بدأت برامي وإحنا مش عايزين بردك نظلم رامي أنه أي لعيب يتعرض لدي هو كان عنده سقة زيادة على الزوء وإحنا تعلمنا في الكرة وإحنا صغيرين ومدرب يقولك ما تحطش كرة من جوة الملعب لبرى الملعب صحيح فأنا شافي النهاردة لعبت النادي الآلي ممكن لعيبة كان فيه لعيبة كويسة جداً لكن فيه بقت لعيبة ما كانتش في الحالة ودي ظلمت اللعبت النادي الآلي والجماهير النادي الآلي والنادي الآلي طبعاً أعتقد أنه كان يقصد من برى الملعب لجوة الملعب ها التوافع الحرف تلعب بيسموا بقى اللعبة دي optimistic pass الباصة المش المتفقلة اللي أنت حاسب يعني لما تمشي يبقى شكلها حلو طب لما مشيتش مصيبة فاللعيب الجيد ما يلجأش للبساطة اللي من النوع ده الجيد مش المهاري طبعاً أنت لعيب مهاري مش محتاج وأنت بتقلع دي خبرة بيض أنا طالع نجم الليلة من أسبوع نجم نجوم رامي ها رامي ها طبعاً أخذ مخاطرة زيدي ليه من باب حتى من خاف سلم محافظ على الصورة الزهنية أنه أنا هو الراجل يبلعب الكرة السليمة وما زلت عند رأيي أحسن مكان لرامي ربيعة ويفيدة جداً ديفندر في نص المعارف الهاف المدافع اللي قدام خط الظهر التادي ده أول جوه مش كده طب تاني جونج إزاي ما هي نفس أخطاء تمرين برضو تمرين من مين بين قلب الدفاع يعني بعيداً عن أسماءهم أنا فاكر أنه ديانج هو رامي بصاة لديانج فديانج برضو نفس الخطأ ما عرفش يسيطر عليه فاتقطعت وراحت الجونج تاني يعني كورتين من رامي أياً كان يا جماعة برضو لأنه على فكرة متجبولنا الصور طيب الاختزال المسألة في شخص واحد الخطأ جماعي الخطأ المباشر شخص واحد يا أستاذ إبراهيم مش مضغوط زي ماتش بيرامد يقول لك وليس هيا من رجع الكرة ليه هو أحد يتخيل الكرة دي ده متصور صورة واحد معلق عليها تعليق رائع جدا هلو أحد يقنعني أن الكرة دي جات فينا جوه أنت رايح تجيب جوه يعني وليد لأ لأ مش وليد وليد رجعها لكامتن الشناو شناو أقف أقرب واحد له حاجة وعشرين يارضا آه 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 بدايته بدايته من بداية الخطأ ده بدايته من هنا آه آه لأ جون الأولاني ده كان هجمة مرتدة ومالحقش ما قدرش أقول إنه ما فيش كسافة عدد دي لأ هنعتبر سيدي ها زي ما نقول على أحمد عبدالقادر السلجون ده بتاع أحمد عبدالقادر طريقته هو هو ربنا مروان وفقه أنه يفكر واشتغل يعمل مهارة غير متوقعة آه فرقص الناس كلها ومشت معه وبعدين ماشي معه أكتر أنا مرت بين غابة الصخاء لكن جون حيله خلاص جونين التانين لازمتهم بيبقى هتقولنا اللي اتنين التانين اهي ايه دي ايه دي ايه دي رامي من بره الملعب بدخلها لجوة ايه دي دي النقطة اللي الكابتن فروبي يتكلم عليه يعني لو تعاد التاني رامي عنده خيارات انه يلعب هنا على يمينه لاي حد او يلعبها لقدام لكن الباص العرضي لجوة الملعب اهي على طول تروح رايحة بهذا الشكل وبرضو هلعبها كويس لازم يقول يعني سروباس حلو قوي واللفة حلو قوي لكن الموقف نفسه لانك انت اصعب موقف تضرب به الكرة المقطوعة منك بالضبط الخصم كمان جاي بوشه وعنده مساحة مساحة رؤية افضل وانت بترتبك اهي اهي التالت كوكا اعتقد هناك لازم ان يتعطل من نص الملعب اي فول في نص الملعب هتعطر لا خلي بالك بقى من حاجة بص بص يا ابراهيم نفس ونبي بص هل دي لعيبة بدنيا الراجل ده يجري منهم بالمنظر ده ويرقص فيه لا طبعا بص من نص الملعب عشان بيلف يعني هو بيلف والتاني بيلف خلاص اول مدت جنبك او ضهرك ترقص مروحة بقى رايح جاي كل ما تلف تترقص كل ما تلف تترقص خلاص هدي واحدة الده لو ضهرك والتانية والتالتة بس طيب طيب استنا ما تشوف لجوانا دي دي الاهداف اللي حصل فيها طيب جوانا احنا ايه هنشوف بعد الفاصل كمان الرؤية التحكمية للاخطاء المؤثرة في المباراة بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد شوفنا الكابتن عماد ميترب والكابتن فاروق عفر وهما بيتكلموا على انه الفرص الضايع الكتيرة جدا هي اللي سببت انك تحط الفرقة في الموقف ده طيب دي اهداف القالي بعد ما النتيجة تقلت لتلاتة وانت ضغط وطاهر بيسجل بدماغه الهدف الأول يعني الضغط كان مستمر وبرضو ما كانش يعني فيه فرص كتيرة بالضيع فيه قاع لعب كتير الهاني سليمان بيوقعه لك كل ما بتسيطر وتبدأ تضغط يمسكه الكورة ويقع ويروح له البنة ويحذره ويقومه وهكذا لكن عندنا اخطاء عندنا اخطاء في استغلال الفرص عندنا اخطاء حتى في عدم الانتشار الجيد جوه السيكس يارد فيه كور كتير هتشوفوها بالسبع تامن لعيبة في نهر بعض ده الجون التاني حسام حسن اهو مشترك بشكل قانوني مع الجون وقدر يجيب الجون التاني حتى في الجون يعني لما جاه قد له محمد هاني رايح يقوم الهاني السليمان يعني هو ما فيش حاجة بس برضو هو هم ويضيع لك الوقت اهو ما حدش لبسه كده راح هاني بعدها وهو بيجيبه الكورة بيقول له لا قوم بقى يعني مش معقولة وانا بقول لكم الهاني السليمان بدأ يعني يتعامل مع المسألة على ان هي دي براعة منه في كل المباراة اللي عايز يضيع وقت وبدأ يعتبرها جزء من المهارة وعلى الحكام انهم ما يحافظوا لأي فريق على الوقت القانوني ليه دي يخدوا بالكم مجموعة او جزء من فرص كتيرة ضاعت اهي وانا يعني لا الفرص اللي بتضيع نتيجة سوء قرار سوء تمركز سوء تصرف لانه مش هادر اقول لا غياب توفيه ولا سوء حظ ولا الكلام فيه اخطاء اهو فيه اخطاء لو فيه توجيه جايد الكرة هتدخل جون سواء بالرأس او بالرجل ابراهيم الكرة اللي بريد دي متوجهة كويس يعني ممكن الاولانية موفقش على القرار المتسرع نشوت من لمسة واحد لكن هو لعبها انحرفت متوجهة صح لانه لو راحت في أي حتة تانية جوني يقدر يجيبها الكرة دي رايحة يعني لو فيه طفيقة هتلبس وزي ما قلنا هو يعني يا جماعة الخطأ جماعي اهي ما الحقش ما الحقش اه ما الحقش فيه سرعة شوية زيادة لكن كمية فرص بقولكو زي ما كابتن عماد بيتعب قال يمكن نص ساعة شهدت اكتر فرص للاهل السندي انت ضاغط ووضع جدا ان انت عندك حماسة علي اللي فيها يعني شك كبير في ضرب الجزاء لانه هو اتضرب في رجله اهي مثلا ما هي دي هتتعد دي دي واحدة من بتوع عماد متعب بس كانت عايزة يعني رجله شوية بس عملها شوية ما درش هلومه يعني ودي الشنوة طلع في التأويد صح يعني في مقابل ان احنا لنا فرص كتيرة جدا ايوة لازم سموح له فرص خطيرة انت مندفع بتركيز هجوم الجامع لا طبعا انت مندفع ما عندكش حل تاني يعني مباراة تكسبها بذكور كبير وتخسر فيها هزيمة قيلة الاتنين كان وردين هدي شوط كويسة برضو منه بقى يعني بقى يعني شوط صامحة لو دخلت الناس كلها تقولوا ازاي دي تخش يعني اهي اهي دي مثلا اقرب لجوم بتاع المحل نفس في فكرة لعبها من لمسة واحدة ولعبها صح وراحد كان ممكن تبقى جور اهي مثلا شوطها في جسم اهي اللي وقعه ده رجله تسحبت يبرايين اه اه دي كانت اقرب لضربة جزاء اهي صلاح محسن يعني بطن رجله فتحت شوية يعني فتتها شوية كانت اتبقى جور هي فتحت منه شوية يوم الزمالك اه جت النهار ده ما جتش بصوا يا جماعة هي اهدروا الفرص الكتيرة دي واحدة من السلبيات اللي محتاج علاج وانا في رأيي لو بنركن على انه سوب اخت وسوب حظ مش هنحل المشكلة لا فيه قرارات غلط وفيه بعض التصرفات في القرار غلط الفينيشنج اعتقد الجهاز الفن هيبقى مركز جدا على التفنيشنج دي مش اول مباراة تضايح فيها فرص انت حتى في مواطشن زي مالك لو استغلت جزء من الفرص اللي اتيحت في الشرط الاول تكسب مكسب كبير لا لا دي مرعبة دي معدام تلات اربعة يا ريت اتعاد تاني دي خمسة لا اللي فاتت دي عايز انها او بتتحرك بتعمل كل حق يا 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 حيجيبها لك دلوقتي الفرصة الخطرة كم فرصة دلوقتي انا اعتقد انه اول درس مهم هيكون لسوارش للعيبة ازاي نقدر نستغل اهي مش ممكن الخمسة ستة في ظاهر بعض وبتعدي اهو بص شوف الكتلة الحمرة بص بص ستة ستة في ظاهر بعض ده حتة يعني بص دول ستة واللي بيلعب ده السابع في ظاهر بعض وقدام بعض والمنطقة فاضية بص اه يعني حتى فكرة الانتشار الجايد في الثمنتاشر كان يخلق لك خطورة في كل حتة يعني دي مثلا ملعوبة وحركة كويسة وشوتة بعيدة بقى انما دي مثلا ده سوء قرار اه او سوء تنفيذ يعني بسوء قرار اه 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 يعني برضو مش وقت ان انا اعمل كده افشا خالص يعني لازم ان اكون حريص قوي على الفرصة اللي يتيجي مش بالشكل ان انا اجيب جلح حلو من لمسة واحدة لو داس عليها ومعها هيتصرف احسن من كده وطاهر الحياة يحيا يعني على روحه العالية لانه وبيلعب باكرايت يحتاجه باكليفت يلعب في اي جناح الحياة لعيب شوف كنا محتاجين برضو بعض الهجور احنا في الاخر احنا في الاخر اه اصلها حاجة ضح هل احنا مش مدايقين طبعا احنا بقى يا راجل احنا ما بنامش احنا لانه بالي ما نقدرش لكن الفكرة كلها احنا بنتكلم ايه اللي يفيد الاهل دلوقتي كسرة الانتقاد والتحامل والشتيمة ولا اغضب وازعل ما احنا بنشاور اهو بنقول دي ازاي تغلط فيها وفلان وازاي وازاي تمرر غلط وازاي تصرف غلط وازاي تصرف غلط او بنتك بيمتحن سنوية عامة وجاي متعسر في مادة ايه الصح اولا الامتحانات مستمرة بس جالك قالك محلش النهاردة بشكل كويس في المادة دي هل الصح ان انت تقول له معلش زاكر يلا اركز احسن تعال هل الافضل ان انا انصح الطالب دلوقتي هو بيمتحن والامتحانات مستمرة ايه الصح في الموضوع ولا يقول له والله ما انت نافع واصلك مش عادي هل انت هتفيده لو نزلت تكسير وتوبيخ فيه واشتيمة وتشكك في قدراته انت منتاش نافع انت مش كذا انت مش كذا وهو عنده امتحان بكرة لمجرد انه تعثر في مادة ولا ان انا ارفع معنوياته ودي له طاقة ايجابية احسن عشان يصح اخطاهه لانه الامتحان مستمر الدوري مستمر لو انتو شايفين ان الحل الصح ان احنا نكسر في اللعيبة ونشكك فيهم ونمشيهم لانه الناس بتتكلم في مستوى لا نمشي اللعيبة لا دي اللعيبة ما تنفعش مش بس اللعيبة تمشي اللعيبة المين عشان المين اللي يكمل هو موسماني نفسه مش فيه القصام عليه دلوقتي اه طب هو موجود مش كان الناس عايزات يمشي لما مش مش فيه ناس عايزات ييجي اذا الكلام مفيش تعميم محدش يقدر يقول انا الجمهور وانا عايز كده صحيح فيه قطاع عايز كده فيه قطاع عايز كده احنا بنقول المسئولية فيه كل اللي هي من الوقتي انا اتصرف تم مسئولين ما نهدش المعبد علي فيه بالضبط لان الفرص مازالت فرص الاهلي هي الافضل مازال اداءه رغم انه هو تقول له واحد بيجادلني يقول له اقول له يعني تخرق السفينة وهي في عرض البحر يقول لك دي سفينة هشة طب يعني هي سفينة هشة فريق لاعب دوري ابطال افريقيا نهائي ثلاث نهائي وراء بعض بنفس اللعيب الكواليتي ده هم اخطأوا فهم وراء اه ليهم اخطأ فردية اه بس ايه فكرة التشكيك الكامل في القدرات لما تعمل كده لا انت مش عايز مصلحة المكان ومش تغير رأينا يعني هي المسألة ما احنا مش دخلين مع بعض بالضبط في خناقة مين بحب الاهلي اكتر هي يا سيدي انت بتحب الاهلي اكتر مني وانا عندي رأي بس انا عارف ان انا بحب الاهلي ها وعارف ان انا تربيت في النادي الاهلي وانت تربيت معانا كلنا ان النادي الاهلي ساعة الازمات بيت تماثك ما بيفكش هممم وهم يقول لك تماسك معنا دي حاجة ما زالكش ولا تنتقس من أي حد صحية التحكيم في هذه المباراة بالمناسبة سريعا كلاتنبرج الخبير الإنجليزي اللي جابوه للتحاد والكورة يمسك لجنة الحكام ورحل الكابتن عصام عبد فتاح عن اللجنة كلاتنبرج النهاردة يا جماعة قال مححوظة ومهمة جدا قال إن واحدة من أهم مهمه اللي هيشتغل عليها توحيد سياسة الفار لأنه أكتر حاجة كانت ملاحظة دي دي كملاحظة مش منه هو إن أنت علاقة الفار بالصفارة في مباراة الزمالك دي أنا أقولها لكم في مباراة الزمالك حكم الفار يستدعي إبراهيم نور الدين ويقول له فيه ضربة جزاء للسيراميك وكل الناس شايفاها فيروح إبراهيم نور الدين طبعا بعد لقطة سينمائية يأديها ومعرفش إيه اللي معجب بيها يصمم إنه لا مفيش ضربة جزاء برغم وضحها العكس يحصل في مباراة الآلي مبارا البنة يحسب ضربة جزاء فالفار يستدعيه ويقول له مش ضربة جزاء فياخد بكلام الفار فكلاتنبرج بيقول لك لا بد من توحيد المعايير السلطة هنا فين اختلاف هذه المعايير واحدة من أهم المهام اللي الرجل بيتكلم عليها وبيقول إن أنا حكام مصر يستحقوا يكونوا في مكان أفضل من كده وإن أنا هبزل مجهود كبير عشان نطلع قاعدة تعرف هو لو زبط أداء الفار وعلاقته بالحكم حينقذ الله لأن في الآخر الفار هو درجة الاستقناف الأعلى من الحكم بالضبط اللي شايف عنده فرصة رؤية أكده ولو الزبط حتى لو حكم غلط فيه فرصة للتصحيح صحيح لكن البنة ولهو تصريح منسوب إليه هلهم شوفوا بقى اللي حيقول لي عليه الفار هلتزم بيه وهنا هو مش عايز يجيب لفس واجعة دماغ قال له إلغي قال له حاضر شايف إنه مش ضرب الجزاء ماشي على فكرة توحيد ده ماشي يعني لو توحيد هذا المعيار بهذا الشكل ماشي بس زي ما استجابت للفار في مباراة الألوث والبرامدز لا ما جيش تستخدم الفار بطريقة خاطئة وتلغيلي هدف عشان الكورة متحركة وتقول روح البردسون لا هنا كان الفار غلط هنا ما كانت تدخل في ملايه بس زيبني في الحتة دي ما هو الفار غلط كويس ما هو حسب الكورة المتحركة في ماتش الزمالي جون عليا أنا ده اللي عايز أقوله فلو الفار فاهم صلاحياته وعارف إنه خليني الأول أشوف قبل إنه بقي ديئتين أشوف الكابتن جهاد جريشا عن ضربة الجزاء المستحقة للأهل 22 هنشوفه مع بعض لعب سموحة ما نجحش في لعب القورة وأهمل في رجل لعب النادي الأهلي استمر للعب والفار ما استدعاش الحكم وذي كانت لقطة مهمة جدا لكن اللعب زي دي ده ده بالمنذر ده دي ركل الجزاء لم تحتسب لنادي الأهلي جوا يجب את الرجل بإهمال ودي ركل الجزاء لم تحتسب لنادي الأهلي الحكم في الملعب صعب جدا يشوف التلامس اللي حصل ده وصعب جدا يحسب ركل الجزاء بالمنذر ده لكن كان حكم الفار لازم يستبعي LAK إهمال اللي حصل مع محمد شريف في اللقطة اللي فادت دي كان فيها ركل الجزاء لم تحتسب للنادي الآي أحد أربطين جزاء كان يجب احتسابهم دي وإحنا خسري ثلاثة اتنين أستاذ براهي ما تطم هاي كت عملتك ثلاثة ثلاثة ممكن فرصة كبيرة يعني ممكن الصد لكن عايزين يعني الناس اللي بتتكلم على العدالة والله احنا عايزين العدالة هي دي الفكرة يا جماعة حتى العدالة في توزيع الجهد ما يعنيش الآي لكل هذه المعاناة اللي المفروض اي نادي بيشارك خارجيا ما يعنيش منها ياللي بتتكلمه على تكافؤ الفرص بكرا ان شاء الله مستر ريكاردو سوارش المدير الفن الجديد هيعقد مؤتمر صحفي في النادي النادي بيقدمه لوسائل الإعلام وللجماهير قناة الاهلي هتنقله حصريا ابتداء من الساعة وحدة ظهر ان شاء الله وبإذن الله الكل متفائل لكن واحدة من اهم السندات اللي الاهلي محتاجها واللي ريكاردو اكد عليها جمهور الاهلي جمهور الاهلي انه يسق في جهازه ويسق في لعبته يفوق لعبته ده اللي المطلوب امتحانات السنوية العامة مستمرة واللعبة دي في اللجنة نتمنى كل التوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا لحضراتكم دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في التساعة مساء الاثنين القادم ان شاء الله سبع الله خير